اشتركوا في القناة ورحمة الله وبركاته أينما كنتم تقبل الله أعمالنا وأعمالكم بأحسن القبول ونحن وإياكم في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك عاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات وأهلا ومرحبا بكم مجددا إلى فترة الدنيا رمضان لهذا اليوم مشاهدين ومستمعين تذكروا الرواية أن معاوية قال لجيشه في معركة صفين إذا بلغتم ما أصفين فامنعوه عن جيش علي بن أبي طالب ليموت عطشا قال وإن دارت الحرب وبلغ الماء هو ومنع عنه قال معاوية لا لن يفعل إنه علي هذا هو علي شهيد المحراب وهذه ذريته أبناء الرسالة المحمدية ومهبط الوحي حيث المدرسة التي جاء بها محمد بن عبد الله ليتمم مكارم الأخلاق وتأتيه الشهادة من رب الأرباب وإنك لا على خلق عظيم حسن الخلق من الأمور التي حثت عليها خطبة استقبال شهر رمضان المبارك فهل من السهل جعله ملكة وكيف نحافظ على هذه المكرمة فيما تبقى من الشهور حوارنا الأول أو في باقي الشهور حوارنا الأول إذن مع الباحث الإسلامي الأستاذ حمزة مرتضى السلام عليكم أستاذ حمزة وأهلا وسهلا فيه وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم من أحسن القبول حسن الخلق اليوم حديثنا ولكن اسمح لنا قبل ما نغوص فيه لأنه يكثر الكلام عنه وخاصة أنه تحدي مع النفس البشرية خلينا نتوقف بداية مع أولى فقراتنا أحزر وفتر محزورة اليوم وهي من أعداد الزميل أحمد سرحان إذن مشاهدين ومستمعين إلى أحزر وفتر اشتركوا في القناة إذن مشاهدين ومستمعين فيكم تتواصلوا معنا عبر الأرقام اللي عم تظهر أسفل الشاشة وبذكر أنه تقريبا مدة التواصل معنا حول الحزورة تقريبا نصف ساعة ونتمنى دايما الحظ الطيب للجميع وسنجري القرعة بختام اللقاء وفي عنا قسيمة شرائية رح تكون من نصيب الرابح أو قسيمة لإفطار لشخصين من نصيب الرابح إن شاء الله بالعودة معك أستاذ حمز على حديثنا عن حسن الخلق في خطبة شهر رمضان لرسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم من حسن منكم في هذا الشهر خلق عنده جواز على الصراط كان له جواز على الصراط وما تذل فيه الأقدام فعلا يعني نحن أمام هذا المشهد الذي تذهل له الألباب لما عم نحكي إنه نحن إذا حسننا خلقنا فرح يكون في عنا جواز على هذا الصراط اللي كلنا قلوبنا تخفق هل رح نجتهزه أو لا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلي على محمد الوعي محمد بالبداية هذه الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوم القدس العالمي لهو كان هذا المسجد الأقصى لهو مقصد للنبي بحركة الإسراء والمعراج ومنه عرج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم برفقة جبرائيل إلى السماء السابعة حيث شجر الطوبة فهو يوم المستضعفين نعم إن شاء الله هل نفرغ له بالقسم الثاني من الحوار نعم هلأ هيدا كبداية نعم مثل ما تفضلتهم أنه هذا الصراط كما تعبر الرواية أدق من الشعر وأحد من السيف حقيقة هو شهر رمضان هو مش شهر فقط واحد يقول ظاهره أنه بيتوقف عن الأكل والشرب لكن في جوهره وفي باطنه وفي حقيقته هو عن جد هو أنه لازم يكون خضع لدورة تدريبية فات على الصف ولازم يتخرج بآخر الشهر بهيد المرحلة بهيد المدة الزمنية بشهر رمضان المبارك لازم يتفوق على نفسه على ملذاته على شهواته على إدارة خلينا نقول نفسه ويتحسن ويتحلى لأنه التخلية تعينه التحلية كما يعبر علماء الأخلاق فالحسن هو الجمال حسن الخلق والخلق بيضم الأول والثاني هو السجية هو الطبع هو النمط الشخصية حتى على المستوى الاستراحي علماء الأخلاق إذا بدي لهمهم لأنه في تعريف جمع لحسن الخلق بيقولوا أنه هو عبارة عن أنه البشر الحسن أنه الكلمات الطيب الطيبة أنه كف الأذى عن الناس إذا بدي يقول هيدا الصفات منها احترام الناس كف الأذى عن الناس تشجيع الناس مدارات الناس هيدا الصفات النبيري كلها المنظومة الأخلاقية القيم المصفوفة القيمية الأخلاقية الذاتية التربوية الاجتماعية مع الناس هي بتمثل الأخلاق أصلا الدين عنا معاملة الدين عبارة عن سفير الدين عبارة عن مغناطيس يجذب الإنسان وما أرسلته إلا لأتمم مكارم الأخلاق وفي آية تانية إنك لعلى خلق عظيم وفي آية تالتي لو كنت فضا غليظة القلب لن فضوا من حولك فاغفر لهم واعفوا عنهم وشاورهم لم ي? للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اغفر لهم واعفوا عنهم وشاورهم طيب نحن من باب أولى إذا بدنا ناخد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه هو النموذج هو خاتم الأنبياء هو المنهج الآن بالحد الأدنى أعينوني على أنفسكم بالتقوى أنتو عليكم أنكم تقتضوا بالنموذج يعني من نفس بيقولوا عنا بالقدوات الثلاثة على السريع وهذا بالتأسيس النظري وبنفتح سياق الحالة كانوا بياك عنا ثلاث قدوات القدوة العليا اللي هي الله عز وجل من خلال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن خلال أهل البيت القدوة اللي هي حد اللي هي النموذج المحاكاة الاقتداء القدوة اللي هي خليني أقول الأدنى مني اللي هي أنا بشوف نعم الله علي عز وجل وقت اللي بشوف غيري أقل مني على مستوى الحياة لكن بالقدوة العليا اللي هي قدوة النبي محمد الاقتداء ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كيف بالحد الأدنى بحاول بقددي بمشي على طريقه بتحلى بالأخلاق اللي كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإذن الأخلاق إذا بدلهم هيدل المقدمة النظرية فإذا المقدمة شو بتقول الأخلاق هي عبارة عن جوهر الدين عن روح الدين عن قيم الدين عن مصفوفة الدين حتى الأحكام الشرعية واللي منها الواجبة منشأها الأساس مصلحة الإنسان ومصلحة الفرد الآخر والمجتمع وحتى بالدنيا وبالآخر هذه أخلاقنا نحن لحظة الله عز وجل قبل ما يبعث أي نبي أو أي رسول كان يحل أنبياءه ورسله بسمى شريفة جدا سجية عالية جدا كريمة جدا لهي الأخلاق لو لا هذه السمة ولو لا علو شأن هذه السمة ما كان الله عز وجل أمر أنبياءه أو حلاهم بالأخلاق الجميلة وبالأخلاق الحميدة قبل أن يرسلهم أنبياء وصفياء ورسل لاش أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم لكل واحد بيحمل راية التغيير لنفسي ولا إليك ولا المشاهدين نبياً أو رسولاً أو صفياً أو نخبة أو أي شخص بالبيت خارج البيت أي فرد مننا غير أنت نفسك أولاً مثل ما كنا نقول دائماً ومن ثم تأثر بك الآخرون واعياً حلو كتير يعني هون حضرتك فردت المروحة الواسعة لموضوع حسن الخلق على عكس ما الكثير من الناس بيعتبروا بفكروا أن حسن الخلق يعني حسن من كلمة أنه أنا حسن أخلاقي فقط هلأد أما حضرتك شمالت أنه بطريقة التعاطي مع الآخرين عدم أذية الآخرين أيضاً في إلى العديد من هنا التوسع بس نحنا لما اليوم بدنا نحكي بشهر رمضان كدعوة للتغيير نعم نعمل نفضة لأنفسنا كما يقال وأنكننا لأننا بالجمعة الأخيرة بس بعد فينا اللحق بالعكس بعد فينا اللحق مهانة تأكيد مهانة تأكيد حلو فقديش نحنا عملياً هذه الخطوة هي صعبة لأنه كتير بتعاند النفس أستاذ حمزة مش سهل أنا أكون عن جد عندي عصبية عندي غضب عندي يمكن تسرع أو أحياناً ممكن حسد لسماح الله يعني قفات عديدة قد تصيب النفس البشرية وأمراض عديدة مش بالسهل أني غيرها طيب أنا حتناول المبحث من منظور إسلامي ومن منظور علم نفس بلش بالمنظور الإسلامي أقول أنه يلي بعضه بقلبه أنا عم بحكي بشكل عام سواء هبلش بنفسي وفيكم المشاهدين والمستمهين يلي عنده بعد بقلبه شوية مشاكل ترك ومات إليه علاقة بالغضب وبالإنفعال بشهر رمضان المبارك وبعضه مش أخد قرار ها هذا شو حيصير حيصير عنده بأول تحدي بأول امتحان بأول ابتلاء حينغص عيشه وحيفجر البركان وما حيقدر يسيطر على انفعالاته وعلى غضبه وما حيصير عنده قذم الغيث يعني شو بدي أقول بتلاحظ اللي بياخد قرار أنه يقذم غيثه أو بعبارة تاني يسيطر على انفعالاته أو بعبارة علم النفس إدارة الغضب أو التوازن أو السيطرة طيب شو المطلوب هل المطلوب أنه أنا أخد قرار وبيكفي لا من لم يكن حليما فليتحلم من لم يبكي على الحسين سيد الشهداء عليه السلام فليتباكى فليتباكى هذا باللغة ظاهر اللغة فليتحلم أو فليتباكى يعني نحن مأمورون بالتغيير ميكانيزم التغيير أولا وأخيرا هو نفسك بين يديك هاي في قصة وبرجع لسؤال جاء مريض إلى أعرابي قال له دائما أنا مريض محبط مرهق تعبان زعلان عم بحاول وعم بحاول وعم بحاول وعم بأتعب طيب شو الحل قال له علاجك تاخد الغرفة فيفوت على قلب الغرفة بيتطلع على الغرفة هيك ما بيلاقي شي بيتطلع على الحياة بيلاقي مريب فينظر إلى المرآة فيكتشف أن التغيير هو ذاتي المنشأ يعني ميكانيزم التغيير أنا إن الله لا يغير ما بيقوم قرار بالتغيير اللي عنده مثلا غضب كتير خلينا ناخد هده النموذج هده الانفعال هده الأبرز هده الأبرز طيب أنا أخد قرار ولا لا بعدك نتردد يعني بعدك بالمشكلة فأولا لازم تاخد قرار بالتغيير اثنان أي آثار بتتركها بقلبك من حقد حصد عدم طهارة القلب عدم طهارة الروح أي مشكلة يعني أنت بدك تسامح نفسك وبدك تسامح الآخرين لا تنطلق بصفحة جديدة هذه الخلطة الإسلامية بعلم النفس ومع الإسلام طيب فإذن بدك تطهر الباطن لأن الأخلاق ما بيقولوا الوجه مرآة انعكاس انعكاس الوجه مرآة الروح الأخلاق الظاهرية هي مرآة الباطن كل ما كنت حركاتك الظاهرية بجبارحك عم تتعاطى بانفعال ولا نقول بغضب أو بعصبية أو بعدم احترام الآخر أو بعدم كف الأذى أو بعدم الأخلاق الحسن وهو حلقتنا عن حسن الخلق فأنت لازم تغير من جوا لازم تغير الداخل لازم تغير الباطن لأنه التغيير هو الأساس من الداخل فعنا نحن بعلم النفس بيقولوا هلأ إن شاء الله يكون أنا وياكم نعم نوصل للفكرة صح فيه عندنا ما يسمى تقنية مرسادس اللي هني بيحكوا إذا ردك بخلاصة أنه عندنا العواطف وعندنا مدرسة الانفعال والوجدان وعندنا مدرسة العقل وعندنا مدرسة السلوك مرة بيكون التغيير بالعقل يعني التفكير إيجابي يلازمه مباشرة العواطف الإيجابية مباشرة ينبثق عنهما السلوك والأفعال والأقوال الإيجابية والكلام الطيب والخلق الحسن فإذا الخلق الحسن هو سلوك ظاهري خارجي منبثق عن التفكير ومنبثق عن المشاعر شو بدي أقول فأنت لازم تطهر الباطن لأنه الخارج انعكاس للباطن كيف افتح صفحة جديدة طهر قلبك نظف داخلك لأنه إذا أنت مش قادم غيظك نهائيا وكلما تحددت لأي شغل بوركان عشان هيك أهمية المكاشفة بينك وبين زوجك وبينك وبين خيك وبينك وبين المؤمنين بشكل عام أنه لو لا تكاشفتم لما تدافنتم تكاشفوا حتى تخرج هذي الطاقة السلبية يعني فضفدوا إذا بتقول فضفدوا ما تخلوا شي بغل بقلبكم تماما فالتنان التغيير لازم يكون من الباطن ونضف على الآخر لأنه السلوك الخارجي هو انعكاس ومرأة للروح ثلاثة فتش على الرحمة حتى لو كانت صغيرة حتى لو كانت كرمكم الله وكرم المشاهدين ومستمعين مع الحيوان كاللبسينة الرحمة هي مفتاح الحل مفتاح التغيير لا يلي بيمتلك بقلبه رحمة صغيرة أو كبيرة هذا دليل على أنه قلبه بعده حي حياته من جوة طيبة ورحمة الله على الشيح سنكراني دائما كان يركز على موضوع وعلى كل علمائنا ومراجعنا وأمواتنا جميعا كان يحكي دائما الرحمة مفتاح التغيير الذاتي كل ما كان بقلبك فيه رحمة مع نفسك ومع الآخرين ومع نفس زوجتك وولادك وأرحامك هو الرحمة مفتاح للإحسان مفتاح للتكافل الأيتام مفتاح لهذا البعد الاجتماعي الاقتصادي الأخلاقي اللي حكي عنه النبي محمد في خطبته باستقبال شهر رمضان الرحمة هو الحل أربعة أربعة بقول أنه أنت حتى ولو أخطأت دير بالك حسن الخلق أحسن بكتير يعني إدارة الانفعال أو إدارة الغضب أو عدم العصبية أو كف الأذى أو التشجيع أو الاحترام أو هيد المصوف الكبير اللي عبرنا عمنا بالأخلاق المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم أفضل بكتير من سوء الخلق بعطي مثال أنت وولادك بالبات أداي بتعصب عليهم أنا وولادي بالبات أداي بتعصب عليهم أنا وزوجتي مثلا بالبات أنت وكذلك مع زوجك مع بعضنا البعض طيب أدايش كم مرة جربنا الانفعال والعصبية والغضب والضرب وصلنا لنتيجة أبدا هي هون الفكرة هون الفكرة طيب هون دي مع بعضهم أنه وقت اللي بفكر أنا أخيرا بمساوئ سوء الخلق وقداش فيه مفسدة حتى بحياتنا على كل حال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيقول سوء الخلق ذنب مش بس ذنب هذه مضمون الريويات لا يختفر نحنا نحنا مش ملتفتين أنه هذا الموضوع أنه ذنب نحنا بنعرف أنه ترك الصيام ترك الصوم ما بعرف شو هاي الوجبات لكن عن جد سوء الخلق مع زوجتك ومع أولادك ومع أهلك ومع أرحمك ومع الناس هي من الذنوب وتكاد تكون لا تختفر مضمون الريويات الشريفة المروية عن النبي محمد إذا بدي أقول هيدا التقنية اللي هي أربع مفاتيح برجع بعيدهم بشكل سريع أولا بدي قرار وعدم التردد اتنين بدي نظف من الداخل ثلاثة عزز مفتاح الرحمة بداخلك أربعة أنت دائما تأمل مساوئ ومفاسد سوء الخلق على نفسك في عنا رواية أنه من ساء خلقه عذب نفسه ومن ساء خلقه مله أهله ومن ساء خلقه نكد عيشه وحرق إذا بدك أعصابه ماله وفل الأصدقاء والأحبة واللي بدك فعلا وبالتجربة من لاحظك يعني ناخد المشهد بشقيه إذا ضبطنا نفسنا بهيد الحالة إذا لم نضبط نفسنا رح نشوف النتائج جدا مختلفة على الأرض رح نتابع أكيد ورح نحكي كمان بلحظة الغضب شو لازم نعمل أو بلحظة أنه ما قدرنا نتميلك نفسنا ونتجمل بحسن الخلق شو ممكن نعمل ولكن سمحنا نتوقف مع فقرة جي رمضان يزوركم مع زميلتنا رانا حراني إذن مشاهدين ومستمعين إلى فقرة جي رمضان يزوركم يقال تقوم الأوطان على كاهل ثلاثة فلاح يغذي وجند يحمي ومعلم يربي فكيف إذا كان هذا المعلم من طينة الأستاذة رندا اللي ربت أجيال وصاروا اليوم سفراء للبنان في الخارج من هي بطلة فقرتنا لليوم وشو عم تعمل بدار الأمان للمسنين رفقونا شو بتتذكر رندا من شهر رمضان خبرين بتذكر قداش تنجو عن نهار التنائم والخميس بس اليوم لا بل الشعباء رجب شعبان رمضان خلصنا مشونا مرحلة طفولة خلصنا المراهقة سلنا خلصنا جامعة وصلنا ما كنت سبتي أستاذة خبرين عن هيد الأجيال متلو قولو تكن بتحت إيديك علمت من السبع وصلايا كنت أنا أصعر من كميزة بالبروفيب سنة شو كانت بالنسبة لأيديك التحليم؟ شغل شغل مهمة بتتواصلي مع حلوة بتتواصلي مع أحلوم لما يجيبوا نتائج حلوة تم بصت بنتائجهم خرجت عدد كبير يعني كرش اللي 8000 حلية شاك ترشير بتحبيك أنت برمضان الصفرة رمضانية مبارا عن شو لسينا ليتي جمعة العائلة نعم جمعة العائلة وقت الأفتار أستاذة رمضان أنت خرجت أجيال الحمد لله أنا نعرف هيك بنارتش نحويا هي أكتر بعد بيجفوك بيزوروك بإذا شافوك بيعرفوك البعض إي والله بس متل سفير لبنان بجونال إجا زارني هوني مرتن في دكتور قلب مشهور بثير في موحام الدولي ساذة رندن إحنا اليوم بإدار الأمام أنت اليوم موجودة فيه دائم خبرينا أكتر كمان أنت عم وجودك هون كيف بتحسي حالك هون موجودة ليكي أنا جيت أعطع الأمل من حالي أنه ممكن أشاهد شيء لما وصلت لهون أول جلسة الثانية أول أسبوع ثاني أسبوع قلت لي مدربة الفيزوترابية سترانيا مدربة الفيزوترابية قالت لي رندز أمقي من شلق تحس الممرضات طيبين في نظام كل موظف بيعرف مسؤوليته بيغسولك الغسيلات جبالة الحمامي مرتن لي أسبوع طبما هو يوم تمانهم كانت هناك كامل ومتكامل إن شاء الله سلامت قلبك الله يسلمني نحن حبينا بشهر رمضان نسلم عليك ونقل لك كل عام وانت بخير إن شاء الله رمضان كريم من حملة غدير الخير بقناة الإيمان حبينا نزوري معطيكي هيدا لكي المتواضعة إن شاء الله كل عام وانت بأرخير أهلا وصهلا فيكم أهلا وصهلا فيكم أيضا طبعا مشاهدينا وأيضا أستاذ حمزة إدخال البسمة والسرور على قلوب المؤمنين هي كمان من حسن الخلق يعني التبسم الوشاشة البشر ما تعليقك يعني على هذه الفقرة هذه السيدة المسنة بقول أول شيء اللي يعطيها ألف عافي الزميل العزيزي الأخترانة والجميع والفريق حتى ما يزعل المنتج والمخرج كلهم كلهم يعطيهم العافي سوء للإمام الصادق عليه السلام عن حد حسن الخلق فبيقول إنه هو تلين الجانب وتطيب الكلام وبعدين إنك تلقى أخاك ببشرين حسن هيده بعلم النفس بيقولوا إنه تبسمك في وجه أخيك صدقة ألا فسروها إنه صدقة العضلات الموجودة بالوجه بتتحرك نحن لا منقول إنه هي رسالة العلاقة بالمشاعر وبالأحاسيس عم توصلها للآخر لحتى سبحان الله تدخل حقيقة البسمة والراحة والسعادة والطمأنينة على قلوب الآخرين يعني الله يعطيكم ألف عافي هذه الوقوف إلى جانب أهلنا وهني حقيقة يعني بيأمس الحاجة للكلمة فضلا عن التكافل والتعادد والتقديم جميل والتعاطف يعني وإذا ربطنا هذا الموضوع الذي تكثر فيه الإدخال البشر والسرور إلى قلوب المؤمنين كهذه الحملات وغيرها تحديدا بشهر رمضان تكثر وإن كان لازم تتعمم دايما إن شاء الله يعني الله يقدر كل حدا قادر إنه بكل الشهور فأدي إذا بدنا نربط حسن الخلق وتكريسه وتعزيزه بشهر رمضان أدي بيساعد الصيام في عملية ضبط النفس في عملية نشر هذه المكرومات والأخلاق شوفي مثلا بشهر رمضان من لاحظ أننا ناطرين هذه البشارة وهي أنه وقت اللي بيأدن هذه الفرحة هذه السعادة لكن ما قبل الإفطار أغلب أسخ بدي أقول شهواتنا ملذاتنا انفعالاتنا غضبنا التخلي عن الأمور السلبية هي بتناسب فطرتنا وكأنه رجعنا إلى الصفحة البيضاء إلى سيرتنا الأولى إلى سيرتنا الأولى إلى النقطة البيضاء الموجود لهيني عنا مضمون رواية أنه سؤل ما الإسلام فقاله هو عبارة عن نقطة بيضاء كلما ازداد الإنسان وإيمانا كلما اتسعت بيضا هيد الفطرة الداخلية هيد الجبل الأولى هيد الميل الفطري إليه ينزع الإنسان نحو الله عز وجل يوحد الله فطرياً بيرجع للصفحة البيضة وتخلى عن باللواعي مثل ما بيقوله عن الضغط وعن الأخلاق السيئة حتى عشرته بتصير سليمة تواصله لكن التحدي لبعد جهر رمضان مثل ما قلنا أنه شهر رمضان بنفسه يهذي بالنفس سمي أصلاً شهر الصيام شهر الأخلاق شهر التهذيب شهر التدريب لكن الرواية بتقول إذا سمت فليصم سمعك وبصارك وشعرك وجلدك أنت مش بس بدك تمتنع عن الأكل والشرب لا في الصيام لي وأنا أجزي عليه حقيقة الصيام هو هذا الباطن أنه أنا معنى أنه اتحلى بالأخلاق لكن التحدي لأنه هون قد يسأل المستمع أو المشاهد أنه أنت هلأ عم تحكينا بالأخلاق الحميدة الأخلاق الحميدة دائماً بيحكي فيها قبله وبعده بالأثناء لا سيما بعد عندنا متصع من الوقت لا سيما أنه نحن بعد نحن على قيد الحياة ولازم هيدا الاستثمار بشهر رمضان من التحلي والأخلاق الحسنة والتدريب والسيطرة وإدارة الغضب خصوصاً العصبية ونحن عم فيش خلقنا لأنه نحن عايشين بظروف اجتماعية كتير صعبة ما هي بيبرر لحاله أحياناً للواحد أنه بصير واحد يتخلق على وليس هنه هنه هيك عصبي ما بيتركولي مجال إلا يعني أو ما بيحلوا إلا لحتى عيط عليهم أو أضربهم على كل حال نحن غيرنا أسلوبنا شي مرة وشفنا النتائج التانية تعطينا بالطريقة مختلفة دائماً نحن ننظل من نفس الطريقة من نفس المنظور نفس الدائرة ما الولاد بالنهاية لأنه نحن عنا بعلمل نفس شو بتقول أنه العصبية الموجودة للطفل خلال خمس سنوات بتتعند العصبية عنده حتى عنا في الدراسات بتقول انه الطفل في التسع سنوات الأولى منهن أو بالسبع سنوات الأولى حسب الدراسات بالسبع سنوات الأولى بيصير عملياً عنده الكثير حالة منفعال وضغط وعصبية ليش بياخد تسعين بالمية من الوالدين مباشرة بالوعي وباللاوعي تسعين بالمية من حركات وسكنات وانشعالات وسيطرة وأقوال حتى الألفاظ حتى البادي لانجوش مثل ما بيقولوا بياخدها مباشرة واعيا طيب نحن هيدا الاستثمار بشهر رمضان لبعد شهر رمضان شو لازم نعمل لازم انت تقول انه انا مثل ما حكيت بداية الحلقة لازم كمل وإلا انت عمليا ما تغيرت دخلنا بنفسية على شهر رمضان لازم نتخرج منه برتبة هيدا الرتبة لازم تستثمرها لقدام هلأ كيف كل واحد مننا عايش بظروف صعبة كل واحد مننا أصلا الحياة هي منغصات عايش ببلاءات وامتحانات خصوصا مع الوضع الاجتماعي ومع الأولاد ومع الجيران بس لازم تعرف حالك انه انت مثلك مثل غيرك كمان غيرك عايش نفس هذه الضغوطات مش لحالك تماما انه نحن عم نعاني كما بيقولوا العزاء واحد مشترك طيب شو لازم تعمل لازم انه يا اخي اذا ما تحلت انا بقول هلأ في عندك طريقة علمونا اياها اهل البيت وهي مضمون روايات انه اختصار شديد لانه الوقت صار عم يدهمني لإدارة غضبك على سبيل المثال او للسيطرة او لإدارة الانفعال او للرضى الداخلي او للسلام الداخلي او لطهارة الارواح او لسلامة القلب والروح او لاستمرارية الاثار الإيجابية والخلق والحسن مما تحليته بشهر رمضان لبعض شهر رمضان اولا يا اخي خد عد للعشرة وبلش عندهم بالعكس عشرة تسعة تمانية سبعة تمانية تمانية سبعة ستة خمسة أربعة يعني عد للعشرة قبل ما تعمل اي انفعال وتذكر انه مفاسد سوء الخلق عليك ععصابك وعالجهاز النفسي والامراض والتوتر نسبة التوتر بالعالم ستين بالمية بتقول الدراسة ستين بالمية من الامراض الموجودة هلأ حاليا سببها التوتر طيب انت هيد المشاعر خلقت لخدمتنا مين اللي بيسيطر على مين هل الغضب هو اللي بيسيطر عليك ولا انت بتسيطر على الغضب الملزات والشهوات والمآكل كلها مخلوقة لخدمتنا مين بيسيطر على الحب انت لازم تتعقل الحب مين بيسيطر على المشاعر السلبية انت لازم تدير المشاعر السلبية طيب كيف هاي التقنيات نحن لازم نكمل فيهم تعدل العشرة اتنين تذكر اجل قادمين الغيض بهالرواية السريعة قداش بعد معنا وقت انتهينا نحن المشاكل يعني نحن بعد معنا شي ثلاثة دقائية هاي الرواية عن الامام الباقر عليه السلام كان خارجا برفقة اصحابه من المسجد فيستوقفه احد المبغدين فيقول له انت بقرة يطلع الامام هايك بيقول له انا باقر علومي محمد وعلي محمد بيكمل ايضا المبغد بيقول له امك الطباخة بيطلع فيهاك بيقول له وامك ايضا تطوخ الطعام بيكمل امك الطباخة السوداء الزجية وهي غير عفيفة يستفز اصحاب الامام بالرد عليه فبيقول له هايك الامام الباقر شوفوا حسن الخلق شوفوا ادارة المشاعر شوفوا السيطرة وهي عن جد هيدي مصفوفة رائعة بيقول له انت هيت يا ابن اخي هل لك حاجة اقضيها لك فوقع المبغد على قدمي الامام باكيا قال له اخفر لي يا ابن رسول الله دخلت المدينة وانت ابغد الناس الي وساخرج منها وانت احب الناس الي بحسن الخلق بحسن العشرة من حول العدو اللدود الى صديق حميم يعني اذا انت عمليا سيطرت على انفعالاتك اذا انت عمليا سيطرت على غضبك اذا انت عمليا زكرت وتأملت المفاسد الموجودة على نفسك وعلى الآخرين اذا انت تذكرت انه يا عمي ما عم تقطف الا النتائج السلبية بتضلك هيدا المفاهيم هيدا المعتقدات هيدا القيام هيدا الاطار الله من يضع الاطار يتحكم في النتائج وهيدا عم وجه رسالة فيها لأحدهم انت عم تحط الاطار السيطرة على الانفعالات هتقطف النتائج عمليا الضبط ومع الوقت علماء النفس اذا بدي بختم انه من اراد ان يتحلى بافعال ايجابية بخلق حسن فليكرره لمدة 21 يوما فيصبح عادة متأصلة بشخصية الانسان يعني نحن عنا اكتر من 21 عنا 30 يوم عنا 30 يوم وعنا لقدام عنا سروة كدورة تدريبية بشهر رمضان هون بس بدنا بعد نركز على نقطة انه في الشخص اللي عادة هو من سماته الغضب يعني هو شخص غضوب ممكن يكون يعني هلأ من برح كانت ليلة الأدر ممكن يكون اكثر من الدعاء انه يا رب اني حسن خلقي اني ماكن عندي هذا الغضب ولكن بالتجربة اول مرة بيفشل فبيرجع بقول خلاص انا متأصلة عندي ما في مجال وبيكفر بيقوله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اذا الله عز وجل شاف صدق شاف صدق القول صدق النواية من هندك تحتير مهم الله لح يعطيك لانه طالما عمليا ادارة الغضب وادارة الانفعال وادارة المشاعر السلبية هي ناتجة عن الداخل انت طلب واشتغل وهذب نفسك وعلى الله عز وجل لكن ما تيأس ولا تيأسوا من روح الله دائما حاول وكرر وجرب حطوا لو اخطأت ورجع للصفحة البضاء حطوا لو اخطأت جرب مرة تانية حلا بديش طويل لانه الحلقة بتلقى بالطول فعلا فعلا يعني ومثل ما ذكرنا بالبداية وحضر ذكرت وستشهدت لا يغيروا اللهم بقوم حتى يغيروا بأنفسهم بعد ما عنا كم يوم خلينا نستثمرهم ونتوسل بالله يعيننا على التخلص والتزيون بحسن الخلق والتخلص من كل الأفات بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ حمزة مرتضى رفقتنا بحلقات بفقرة أدبني ربي وبالفعل كانت حوارات ممتعة معك بدي أتشكرك ورمضان كريم الله يتقبل أعمالك يا رب وكمان نتمنى لك عيد فطر سعيد إن شاء الله بعد أيام يعطيك ألف حافية مشاهدينا ومستمعين نواصل معكم فترة الدنيا رمضان ولكن اسمحوا لنا أن نتوقف مع فاصل ثم نعود نعاد على الجميع وعليكم بصفة العافية مجددا نحييكم مشاهدينا ومستمعين ونواصل معكم فترة الدنيا رمضان لهذا اليوم تقبل الله أعمالنا وأعمالكم بأحسن القبول يقول الله تعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم من بيت الله الحرام إلى بيت له في فلسطين رحلة من القداسة بين بيتين لنبي الله محمد صلى الله عليه وآله ولأن قلوب المؤمنين القلص هي كذلك بيوت الله دعوة لكل تلك القلوب للتوقف مع حديث إيماني عن المسجد ودوره السياسي والعبادي في حياة المسلمين وماذا عن خصوصية المسجد الأقصى ونحن نعيش أجواء يوم القدس العالمية لهذه الغاية نصدف معنا الباحث الإسلامي الشيخ عباس شرار أهلا وسهلا فيك شيخ عباس وتقبل الله أمالكم ورمضان كريم أهلا بكم وأصحب الله أوقاتكم وأوقات المشاهدين جميعا يا أهلا وسهلا شيخ عباس خلينا تكون انتقلاقتنا يمكن من الحديث عن يوم القدس العالمي لأنه رح يكون هيك تأسيسي للحديث عن أهمية المسجد كمان في حياة المسلمين كما أشرنا ماذا عن خصوصية المسجد الأقصى وخاصة اليوم ينحكى أنه ما في كتير يمكن مساجد تدمر تقصاف لماذا هذه الخصوصية وتزهق أرواح فيها لماذا تحديدا خصوصية المسجد الأقصى يعني ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أن جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا حينما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وأنزله إلى الأرض لكي يواسي الله عز وجل آدم في قربته جعل له المسجد الحرام فكان هناك المسجد الذي عمر بحجار من الجنة وهذا المسجد الذي أقام به لكي يأنس في وحشته وفي وحدته في الأرض في الروايات أنه بعد أربعين يوم من بناء المسجد الحرام بنى آدم عليه السلام المسجد الأقصى فكان ثاني مسجد بني على الأرض ولذلك وطبعا وهذا الأمر تكرر مع مسيرة الأنبياء عليه السلام بحيث أن المسجد الحرام تهدم نتيجة للظروف الطبيعية نتيجة لعوامل كثيرة وكذلك هذا ما حصل أيضا مع المسجد الأقصى ولذلك أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام وإذ يرفع إبراهيم يرفع القواعد وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل وهكذا بنى المسجد الحرام ثم بنى المسجد الأقصى أيضا بعد أربعين يوم إبراهيم عليه السلام وأمر إسحاق ابنه بأن يعمر هذا المسجد إذن للمسجد الأقصى عمق إسلامي يرتبط بأن الله عز وجل حينما أمر أنبياءه أن يعمروا هذه الأرض أن ينطلقوا من بيوته هذا البيت الذي يختلف إليه الناس من أجل عبادة الله من أجل ذكر الله ومن أجل تدبير شؤونهم الحياتية هذا إذن في المفهوم سنتحدث عنه إن شاء الله في المسجد ولكن هذا المفهوم استمر في الإسلام وحيث أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يختلف إلى المسجد الحرام في بداية الإسلام ولكن كان يتوجه في القبلة في الصلاة ليس إلى المسجد الحرام وإنما إلى المسجد الأقصى ولذلك قبلة المسلمين الأولى هي المسجد الأقصى التي استمرت طيلة الفترة المكية يعني كل الفترة التي مكث فيها المسلمون في مكة وبعد الهجرة بسبعة عشر شهر سبعة عشر شهرا استمروا في الصلاة للمسجد الأقصى ولذلك هي قبلة المسلمين الأولى وهذه الرمزية سبحانا الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذه التي انتقل فيها آدم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى التي انتقل فيها إبراهيم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولتبدأ العملية المعاكسة يعني القبلة تنتقل مجددا إلى المسجد الحرام ولكن الله عز وجل أيضا في سورة الإسراء حينما يرسم لنا مسار إعادة بناء الدين وخروج مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا لترابي مقدمه الفدى اللحظة التي سينطلق فيها بناء الحياة وفق المعادلة الإلهية التي تتحقق فيها دولة العدالة الدولة التي خلق الله لأجلها محمد وآل محمد التي خلق الله لأجلها صاحب العصر والزمان التي سيتحقق فيها أصل الهدف من الخلقة إذن ستكون فيها نفس الرحلة يعني اللحظة التي ننطلق فيها من الحياة للمسجد الحرام التي يعود فيها المسلمون لأداء المسجد الحرام لأداء الحق للمسجد الحرام وأيضا لأداء تعود الحرية للمسجد الأقصى بحيث أن الإمام صاحب العصر والزمان يخرج في المسجد الحرام ويسند ظهره إلى الكعبة ثم يأتي فيصلي في المسجد الحرام ويلاقيه عيسى بن مريم سلام الله عليه في ذلك المكان ويصلي خلفه ليقود البشرية جمعاء معا نحو الخلاص نحو يعني يقولا للبشرية بأننا خرجنا أنتم تؤمنون بنا تؤمنون برسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله تؤمنون بأن المهدي سيأتي في آخر الزمان ليملى أراضي قصة وعدلة والمسيحيون يؤمنون بأن المسيح سيأتي ليخلصهم ها نحن قد أتينا يدا بيد وكتفا بكتف لنعمل من أجل تخليص البشرية من كل ما لحق بها من ظلم من قصاوات الحياة من فساد ملأ الخافقين يقودان الحياة خلف راية مهدي آل محمد ليملقان الأرض قصة وعدلة كمع مليئة ظلما وجهة جميل جدا بالعودة إلى فكرة المسجد وتحديدا بدولة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يعني بعد أن أرسى قواعد هذه الدولة كان من الأولويات أنه بناء مسجد يعني اليوم أدي أهميته كانت بانطلاقة الدعوة الإسلامية الأحرى بإرساء هذه القواعد وانطلاق الدين إلى أوسع الأمكان من خلال هذا المسجد هذا التجمع البشري الإنسان هو نفحة من روح الله الإنسان مهما تغرب في هذه الحياة مهما لحقت به الأدران والتي ستحرفه عن أصل خلقته وأصل فطرته فأنه في اللحظة التي يعود فيها إلى صفائه لا بد أن يعود إلى الله عز وجل ولذلك كانت مواساة آدم في قربته في الدنيا أن يأنس إلى المسجد وكذلك كل الأنبياء رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يختلي وكان يذهب إلى المسجد الحرام يأنس بوجوده قرب البيت الحرام في اللحظة الأولى التي أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبني دعائم دولته ويخرج من مكة لأنه في مكة كان هناك دعوة يعني كان الهدف الأساسي من وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو جذب الناس إلى الدين وحماية أنفسهم ولكن لم يكن النبي في ذلك الحين يخطط لإقامة دولة في مكة لأن الظروف لم تكن مساعدة وكانت بداية أن أصلا الدعوة مش علنية نعم في بداية دعوة ثم صارت علنية ولكن الظروف الواقعية لم تكن تساعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لإقامة دولة دولة الإسلام ولذلك كان يفكر في المكان الذي يمكن من خلاله إرساء دعائم دولة الإسلام لينطلق ثم يعود إلى مكة ويذهب أيضا إلى المسجد الأقصى وهكذا ولذلك الكثير من الظروف أملت أن تكون هذا المكان هو يثرب هو المدينة المنورة فحينما خرج من مكة إلى المدينة خرج بهدف واضح بداء دولة الإسلام واللحظة الأولى التي أراد من خلالها أن يبني دولة الإسلام أراد أن يحقق أمرين أمر رمزي وأمر حقيقي الأمر الرمزي أن يقول للمسلمين أن بناء دولة الإسلام تبتدئ بقطب رحاها المسجد والأمر الحقيقي هو أنه فعلا هو لكون الإنسان نفحتهم من رحلة لا يأنس إلا بالدخول إلى بيت الله بمناجاة الله عز وجل بذكر الله بالخشوع بالخضوع بالتبتل الشيخ الده يعني هون له فعلية وقابلية على النفس البشري يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما بده ينشر أي دعوة أو يطلق أي فكرة لما الإنسان حاضر روحيا في مكان ما كمان رح يتلقفها بشكل أفضل بكتير ما يكون بمكان آخر نعم هذا يعني من بعد الشخصي يمكن أن نقول عن حضور يعني المعنوي والروحي ولكن أيضا هناك بعد حقيقي المسجد وبيت الله بيت الله يعني ورد في الروايات عن أمو عن إمام الصادق عليه السلام أنك أنت تدخل إلى بيت الله أنت يعني تدخل إلى الله هو الذي يستضيفك وحق على المزور أن يكرم زائرة يعني هذه في الروايات طب هو إذن النبي مكث قليلا خارج المدينة يعني حينما خرج من مكة ليصل إلى المدينة خرج خلفه الإمام علي عليه السلام مع الفاطميات في ذلك المسير ولذلك مكث النبي في منطقة تسمى قباء وهي تبعد عن المدينة مثلا مسافة ليست ببعيدة بضعة كيلومترات أو يعني عشرة الكيلومترات يعني ليست مسافة بعيدة وليست قصيرة يعني أنه ربما عشرين كيلومتر الأخوان الذين يعرفون المكان يعرفونها بدقة ولكن مكث النبي وعارف أهل المدينة عارف أهل يثرب أن النبي جاء إلى هذا المكان ولذلك رسلوا وفود لتستقبله وقال لهم أنه سينتظر أمير المؤمنين عليه السلام حتى يأتي مع الفاطميات وكان أمير المؤمنين عليه السلام مكلف في ذلك الحين بتزديد التزامات النبي وديونه ويأتي بالسيدة فاطمة بنت أسد سيدة فاطمة الزهراء والموكب المعرف بالفاطميات ويلحق بالنبي إلى قباء ومن هناك يدخلان سوية إلى يثرب في ذلك المكان رغم أن المسافة قصيرة رغم أن الوقت قصير يعني نحن نتحدث عن بضعة أيام النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجدا وكان أول مسجد في الإسلام هو مسجد قباء فإذن هذه الرمزية أن النبي لا يمكن أن يسير بمسعى لتأسيس دولة الإسلام إلا انطلاق من المسجد وأنه حتى لو مكث لبضعة أيام فسوف يؤسس المسجد ليكون هو المنطلق من أجل التدبير تدبير الدولة من أجل الاختلاء بينها وبين الله عز وجل حينما دخل المدينة أول أمر قام به النبي صلى الله عليه وسلم أو هناك بضعة أمور قام بها وكان أساسها بناء المسجد في المدينة ليقول للناس بأن هذا المكان بأن علاقتنا هي علاقة مع الله عز وجل هي تحتاج إلى تزخيم هذا البعد الروحي والبعد المعنوي هناك ثنائية حينما نتحدث عن المسجد هناك ثنائية عظيمة جدا هي ثنائية العلاقة بين الله عز وجل وبين الإنسان وثنائية العلاقة بين الإنسان والإنسان هذه الثنائية تتجلى بأن الإنسان عليه أن يسعى دائما من أجل الصلاة التبتل الدعاء تنميةها تأدية حق الله عز وجل عليه وأيضا تأدية حق الناس من خلال من خلال مثلا تدبير شؤون المجتمع كان المسجد في الإسلام له هذا الدور هذه الوظيفة هذه الوظيفة المهمة جدا يعني هل أرح نحكي كمان عن قديش اليوم هذه الوظيفة لا تزال مستمرة وعن دور المسجد ورأيك بهذا الموضوع ولكن سمحنا نتوقف مع فقرتنا اليومية مع مواعظ أبو جميل بالشهر الفضيل وطبعا هي فقرة نقدية من كتابتي وتقديم الزميل علي خانسة بنحضرها ونرجع من تابحي وأنا أيضا مشاهدين ومستمعين إلى مواعظ أبو جميل بالشهر الفضيل دخلاك شفت لي هالورقة اللي كانت هون مواع عليها نظرات هزاي ماون بدتكم يظهر أنا اليوم مع مقلبي لأني بستعجل هيا هيا أخي تركيزي وأخي ذكرتي طيب يا غالي وبما أني وجدت مواعظتي خلينا نشد همتنا لنصور عبكير كمان لجهز حالي للإحياء يلا ابدأ متابعي أبو جميل بالشهر الفضيل إليكم مواعظتي لليوم سمعوا وعوا الأعمال المستحبة نعمة إنك تعملها وكلها بتضاعف بالشهر نصيحة ما تهملها بس ما تنسى إنه الواجب بخانة الأولوية وما بتغني عنه الأعمال لو كانت مية اللي منبه دينته الطرشة وبيطلع الصباح بلا صلاة الصبح وهيك وعندك مثلا شو بعد في نماذج شو بعد في نماذج في نماذج مثلك نعم نعم عيد عيد وعندك اللي مثلي ما أجل صلاة الظهر لسجل مواعظة ولك أنت ما بتمبل بتم بكفولة ما أنا شرحت لك وقلت لك مضطر سجل وخلص وبرجع بسرعة بصلي لأني بدي لحق روح على البيت لأخذ أيلولي اتعينني على الإحياء بس مش الحق عليك الحق علي بيحلك بأسراره وبيحكي لك أخباره فضل ارجع عيد وهيدي من وراء تأخير جديد الله يسامحك وزنبي برقبتك والله على ما أقوله شهيد يلا نحييكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا ونواصل معكم مع حوارنا مع ضيفنا الشيخ عبد أسراره من جديد برحب فيك الشيخ يعني عن جد بشهر رمضان هي قطعا فقط لحوارنا ولكن على أنه أحيانا منكون نحن أساس رايحين على مستحب فبيكون على حساب الواجب للأصف يعني مهما بلغت المستحبات من قيمة فإنه بطبيعة الحال أجره ما بيوصل إلى أجر بسيط من أجر الواجب وإذا كانت المستحبات ستؤدي إلى يعني إعاقة الإنسان عن تأدية الواجب بطبيعة الحال ما عاش بيصير فيه يعني إذا صارت حتمية هون عم نحكي أنه والله واحد سهر الليل عم يقرأ دعاء أبو حمزة وكذا متأكدين مش عم يسهر وكذا ولكن هو متأكد أنه إذا عمل هايك مش هيفيق عصالات الصبح أكيد لا خلي نام وفيق عصالات الصبح أولى فعلا الأولوية وهنا جد فيه التباس عند الناس بهذه الفكرة يعني ممكن كتير ناس مبارح من اللي أحيت صلت بسرعة خاطفة في صلاة المغرب والعشاء لحتى تبلش تلحق إحياء يمكن مطعة حقه لصلاة المغرب والعشاء كما هو مهم يكونوا فيه على صلاة الصبح أبو جميل نعم أبو جميل على كل الأحوال مشهور بأنه يقول ما لا يفعل بالعودة لأحوارنا وعلاقتنا بالمسجد الشيخ اليوم عن الدور التأسيسي لهذا المسجد في الانطلاقة يعني نحنا في عنا أجيال قد مهم اليوم يكون فاعل وحاضر وخاصة هل أن رح نحكي كمان عن موضوع الأطفال وحضورهم بالمسجد بس قديش لازم يكون فاعل بحياتنا نحنا كشباب كشيوخ ككبار في السن يكون في هذه الحركة دائمة بهذا المسجد المسجد في المفهوم الإسلامي ليس له مثيل في أي مفهوم ديني آخر بكل الأديان ما في له مثيل بالأديان في عندهم بيوت عبادي ومكان يأنس فيها الإنسان بخالقه ولكن يقتصر هذا الدور على هذا المقدار أنه أنا جيد على مكان لأعترف لله عز وجل لأصلي لأؤدي حق الطاعة لهذا المقدار هذا المقدار هو مقدار مشترك يعني حتى في الإسلام هذا المقدار هو مقدار يعني هو أساسي أنه حينما نأتي إلى المسجد فنحن نأتي لنؤدي للصلاة حقها لنؤدي لله عز وجل حقه علينا من أجل يعني من أتى المسجد أصاب أحد خصال وهيدي أحد الخصال الأساسية أنه حينما يأتي الإنسان إلى المسجد ليؤدي حق الطاعة والعبادة ولكن هناك خصال مهمة أخرى تبتدئ الرواية بأن أصاب أحد خصال أخا مستفادا في الله أو علما مستطرفا أو آية محكمة أو انقطع عن ذنب حياء أو خشية فإذن الحضور إلى المسجد له آثار هذه الآثار لا تقتصر فقط كما كنا نذكر قبل قليل على العلاقة بين الإنسان وبين الله عز وجل والتي أصلية وأساسية وهنا نفهم أيضا رؤية الإسلام أن رؤية الإسلام ليست رؤية علمانية أن الإنسان يؤدي لله حقه ثم ما لله لله وما لقي صدق هذه رؤية غير سليمة الإسلام هو دين متكامل ودين فيه رؤية توحدية متكاملة يحضر الله عز وجل في كل تفاصيل حياة الإنسان في علاقاته معه مع الله عز وجل وفي علاقاته مع أسرته وفي علاقاته مع أصدقائه وفي تجارته وفي عمله وفي علمه وفي كل حياته وفي كل شؤونه الإسلام ينظر ويكتسب الإنسان أجرا على تأديته لحقوق زوجته وأولاده وعلى تأديته لحقوق أهله وأرحامه كأجره حينما يؤدي الصلاة بل أكثر لأن عندنا في الروايات أن مثلا لا تقبل الصلاة لقاطع الرحم لا تقبل الصلاة لعق الوالدين فإذا قيمة العلاقات الاجتماعية في الإسلام هي أعظم من قيمة مثلا الصلاة يعني إذا نظرنا إليها كأحدى مفاهيم التي تتجلى فيها علاقة الإنسان بالخالق الله عز وجل يقول لنا من خلال هذا المفهوم أن علاقة الإنسان بالله تتجلى بعلاقته بوالديه تتجلى بعلاقته بأرحامه تتجلى بصدقه بعلاقته بالمجتمع إنما الدين معاملة كما ورد عن إمام الصادق عليه السلام إذا نظرنا إلى هذا المفهوم نفهم ما هو دول المسجد المسجد هو قطب الرحاة في مفهومنا الإسلامي هو هذا المرتكز الرئيسي الذي يؤدي فيه الإنسان حق الله عز وجل عليه ويؤدي حقوق المجتمع ولذلك ليس المسجد مكان عبادة صرف مكان مثلا فقط يأتي الإنسان للصلاة وخراءة الدعاء وخراءة القرآن لغم أهمية ذلك لغم أن هذا مطلوب ولكن هناك أمور أخرى طلب العلم الالتقاء بالمؤمنين المواد التوارب صحيح أن هنا الالتقاء بالمؤمنين هذه النقطة يعني نحنا كان فينا مثلا كثيرا عم نركز على ليلة الأدر لأنه بالأجواء كان فيه كثيرا ناس مثلا بيقدروا ببيوتهم يحيوا هذه الليلة ولكن الإحياء الجماعي أن أرى دمعة جاري اللي إعتحدة مثلا أن أرى خشوع عند فلان أن أسمع صوتا يمكن قد يأثر هذا الجو العام قصة الجماعة أسطة منفصلة وإيمتها يعني إيمتاتي نحنا عم نحكي عن قيمتين قيمة المسجد كقيمة حتى لو رحته ما في حدا حتى لو إجا جاري ولاقيته هناك هذه إلا إيمة بس إذا نحنا رحنا ولاقينا في مجموعك هون صار قضية عظيمة جدا حسب الروايات عندنا ما في شيء بيحصل حتى الملائكة تحجز عن إحصاء أجر الجماعة بهذا المعنى ما في إمكانية عشانك بتقول للروايات إذا كان في مصلي هالأد له أجر اثنان هالأد تسعة هالأد عشرة وأكتر خلاص الملائكة ما عشتوا يقدر تحصي لا خليني أقول خليني أقول هنا في بعض اللفتات مثلا نحنا عنا بالروايات أو حتى بالأحكام الشرعية التي يقولوا هالفقهاء أن واحد إذا إيجا على المسجد مثلا طبعا بس بدو يصلي مستحب الأذان والإقامة وترفع من قيمة الصلاة مئات الأبعاد طيب إذا إيجا على المسجد ولأ الجماعة قائمة ما بيأدن ولا بيقيم يلتحق بالصلاة ويكتسب أجر الأذان والإقامة طيب هو يوصل ولأ الجماعة خالصة بس بعضهم موجودين مع ذلك عندنا بالروايات يسقط الأذان عنه لا لأن هذا الأذان الذي من خلاله ستحضر الملائكة يعني أنت في وظيفي للأذان أني حينما أؤذن في إنعكاس حتمي لهذا الأذان أن هناك ملائكة تحضر بناء على هذا الأذان حينما حضرت الجماعة الملائكة التي ستحضر بأذان موجودة أصلا ولذلك حينما يأتي الإنسان إلى البسجد ويجد الجماعة قائمة حتى لو كانت خالصة صلاة الجماعة يسقط عنه الأذان لا لأن المكان هذا الأثر المعنوي لوجود الناس المؤمنين الذي تحضر على أساسه الملائكة موجودة في هذا المكان لحقته العدوى الإيجابية فهو نعم وهذا نعم جميل جدا بعد نحن بالوقت المتبقي بس لحتى نركز على فكرة الناشئة الأطفال الصغار اليوم وعلاقتهم مع المسجد لأنه في كتير أهل بيحترزوا أنه يخذ الولاد وإلى آخره يعني مثل بيلبك البي أو الأم أحيانا هم بس بشكل سريع حاب يذكر شي قرأته عن أحد الشهداء أنه لما كان صغير عمل جهده وكانه كبار السن عادة ما يخلوا الأطفال يفوتوا على المسجد فهو عمل جهده يفوت منعوه فصار يجرب هو ورفقاته يصلوا قرابة المسجد جماعة ويحاول يتحركش بإمام المسجد أنه خلين يفوت ما يقبل لحد ما بينهليلين رأي شي أنه منفوت مننظف لكم المسجد ومنطرشوا بس خلونا نفوت وفعلا بهذه الطريقة استطاع أن يدخلوا أصلا لفتهم يعني أنه صح عمر 11 سنة هو ورفقاته ولكن الوعي اللي عندهم وإصرارهم أنه يصلوا خارج المسجد خليهم يسمحوا يعني مثل كسر قاعدة سن سنة جديدة وخلى أطرابوا أنه يقدروا يفوتوا على المسجد هون قدي بدي أصل لفكرة أنه قدينا نعتبر أولادنا صغار وأنه بعض الأمور أنه ما بنأسس عليها قدي مهم عن جد الأهل البي خصوصا لما بدوا يروح على المسجد يأخذ ابنه معهم قصة أنه الأولاد ممنوعين من دخول المسجد بفطولة هذه قديمة شيء قديم حتى بطل موجود يعني لا عند ولا طائفة من المسلمين لأنه آخر شيء صار في فهم تربوي وواضح أنه حضور الأولاد إلى المساجد له أثر كتير كبير بتربيتهم وبيسقل شخصيتهم هذا أمر غاية في الأهمية في عنا بعض الروايات نعم لربما كان يستند لإله في السابق أنه أبعدوا مجانينكم وصبيانكم عن المساجد بهذا المعنى الأمر له دخالي بكدسية المسجد أنه إذا إجوا الأولاد صار يلعب بالمسجد أو نجسوا المسجد أو ما شابه ذلك هذا يؤدي إلى هدك المسجد نعم حتى الآن أي أمر يؤدي إلى هدك المسجد هو محرم لنفطر دلأ إجوا أولاد على المسجد صاروا ينجسوا أو يلعبوا بشكل غير لائق أو يرفعوا أصواتهم بشكل يؤذي المصلين هذا أمر لا هذا إله حد ولكن أصل إحضار الأولاد إلى المسجد هذا أمر كتير مهم نحن تدريجيا عم بيشوفوا ويتدرب هو أفضل مكان لسقل شخصية الأفراد وتربيتهم نعم طيب نحن الوقت دهمنا شيخ عباس وهي النقطة هذة كنا بنحكى فيها كتير بدي عزبك بس تخلط لنا الورق كتير منيح لحتى نجاوب على الحزورة وكانت أسمى اللغات وأجمل الكلمات سمة تظل على مدى السنوات يحلو بها عذب الكلام وسحرها لغة لكل طريقة وحياتي والجواب اللغة العربية بدي عزبك تسحب بيش بسم الله الرحمن الرحيم ملك أسامة حيدر إذن مبروك لملك أسامة حيدر وبدي أتشكرك جزيل الشكر على حضورك القيم البحث الإسلامي الشيخ عباس الشرارة طبعا مشاهدين كل الشكر لكم أيضا يواصل معكم فقه الصوم مع الشيخ حسن بشير ابقوا معنا أهلا وسهلا بكم مشاهدين ومستمعين الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة الإيمان الفضائية ومستمعي إذاعة البشائر طيب الله وأوقاتكم بكل الخير أهلا وسهلا بكم إلى رحاب هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الصوم سوف نترافق وإياكم على الهواء مباشرة نتلقى اتصالاتكم كالمعتاد على الأرقام التي بدتم تعرفونها 009611-822914 009611-843-180 وعبر الواتس أب على الرقم 009613-996800 ليجيب عنها في هذه الحلقة ضيفي في الأستوديو سماحة الشيخ حسين عبد الله عضو المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد فضل الله وردوان الله تعالى عليه أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ طبعا في هذا اليوم لابد أن نتذكر القدس هذه المناسبة التي أطلقها الإمام الخميني في آخر جمعة من شهر رمضان لكي تبقى هذه القضية قضية الأمة ولكي تبقى فلسطين كما اخترنا شعارا لهذا اليوم نحن على الشاشة فلسطين عاصمة الأمة طبعا مولانا ولأنها آخر جمعة نحن مقبلون على عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات سماحتكم في المكتب الشرعي المكتب الشرعي في مؤسسة السيد أعلنتم العيد يوم الجمعة ما هي المعطيات التي تفيدنا فيها سماحت الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين أما بالنسبة لإعلان العيد الأول من شوال لهذا العام 1424 للهجرة صحيح صدر اليوم بين الأمس واليوم البيان عن مكتب الشرعي في مؤسسة سماحة سيد رضوان الله عليه وبناء على المبنى الفقه لسماحة السيد كما هو العادة في كل شهر في أولا في أعلان كل شهر هجر لا سيما شهر رمضان المبارك وشهر شوال وموسم الحج شهر الحجة المبنى الفقه كما هو بات معروفا لسماحة السيد رضوان الله عليه هو الاعتماد على الحسابات العلمية الفلاكية من قبل المراكز الفلاكية للأهل الخبرة هذه الحسابات التي تفيد الأطمئنام ومثل ما بدأنا بأول حلق في شهر رمضان المبارك ببيان شهر رمضان أشرنا أيضا إلى مسألة أنه بدنا نرى مختلف الجهات والمكاتب الشرعية والجهات الشرعية تعتمد على الحسابات العلمية يعني حتى لو واحد ما قالها مباشرة لكن فعليا اعتمدوا على الحسابات لكي يقولوا بأنه هذه الحسابات العلمية تفيد أنه بناء على ببنى هذا المرجع أول شهر رمضان هو يوم كذا وهو طلع الخميس عند الكل أول شهر رمضان هو يوم الخميس وبناء على حسابات العلمية على مبنى المرجع الفلاني الخميس أوله وطلعت الحسابات صحيحة يعني طلعت توقعات صحيحة هذه الجهات عم تقول نتوقع لكن بيظل في احتمال وكذا لأنه ما نتابع الرؤية صحيح لكل مرجع مبنى فقهي لكن هذا ماذا يفيدنا لكل مرجع مبنى فقهي إذا مبنى الرؤية عم بيقولوا بناء على الحسابات العلمية سيرى هو هذا المطلوب يعني هذا هو اللي كان محل جدد ومحل بحث ومحل كلام صحيح واللي كان الكثير يعني يرفضون هذا الموقف وهذا المبدأ أنه ليش بدك تعتمد على الحسابات العلمية ماذا مدام الرسوم للرؤية وأفطر للرؤية والحديث الواردة مثلا وبنى المرجع الذي يقول بالرؤية مدام هو الرؤية ليش بدك تعتمد على الحسابات طب الآن موصلنا لمرحلة عم يعتمد على الحسابات بس شو يتوقع أن يكون كذا فمعنى ذلك عن مولانا سمحت السيد فضل الله رضو الله عليه في مبناء الفقهي لم يلغي الرؤية أو خيال أو مسألة الرؤية تماما أنا قلت في أول حلقة أنه مبنى ليقول بإمكانية الرؤية إمكانية الرؤية مصاوقة للرؤية شو يعني إمكانية الرؤية يعني يمكن أن يرى شو يعني يمكن أن يرى بالعين هلأ فرق فيه خلاف فقه أنه هذه الرؤية بالعين المسلحة كالرؤية بالعين المجردة بعضهم يعتبرها من الفقهاء الفقهاء الحاليين المعاصرين المراجع المقلدين المعاصرين يقول بأن الرؤية بالعين المسلحة أيضا معتبرة بعضهم يقول لا رؤية بالعين مش المسلح هذه بتصير اختلاف مباني الفقهاء نعم نحن مش كلامنا هون مش عم نناقش مباني الفقهاء نحن احترامنا لكل مباني الفقهاء لكن عم نناقش بنقطة ومش من بابه وكما قلت في أول عم نعيد نفس الكلمتاع الأول حلقة مش من باب تسجيل النقاط نحن لا نسجل نقاطاً بس من باب بيان الأمور وبيان الحق صحيح يعني بيان هذا الرأي المبنى الفقه لسماحة سيد فضل الله واعتماده على العلم أنه هذا شيء وصلتم إليه والآن تقومون به ولو من دون أحياناً بهذهس ولو من دون هذا الاعتراف وهذا التصريح تعتمدون على الحسابات العلمية أم لا الآن بالنسبة لمختلف الأمور حتى طبعاً كل مورد له حكمه مورد بداية الهلال غير مورد شروق الشمس وغروب الشمس صحيح بس هنا نعتمد على حسابات علمية وهنا أصبحنا نعتمد على الحسابات العلمية فالعلم الآن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار العلم يجب أن نأخذ بعين الاعتبار مهم هذه نقطة نذكر فيها فمنرجع لإعلان شهر شوار أنه بناء على المبنى الثقه لسماحة سيد فضل الله اللي بيعتمد على الحسابات العلمية والذي يرى مبنى سماحة السيد بأنه يقول مبنى سماحة سيد بأنه يكفي ولادة الهلال فلاكياً نسميه الاقتران المركزي ولادة الفلاكية زائداً على أن الهلال أصبح يختزن كمية من الضوء أصبح قابلاً للرؤية أصبح قابلاً للرؤية حتى لو لم يرى فعلياً بالعين لكن العلم الحسابات العلمية تؤكد أنه أصبح موجوداً في الأفق وأصبح يمكن رؤيته خرج من المحاق خرج من المحاق وأصبح فيه إمكانية وصار هناك إمكانية رؤية كمية من الضوء تسمح لرؤيته صار هناك إمكانية رؤية فمعنى ذلك أنه بدأت دورة قمرية جديدة بالنسبة للأرض وكما يقول السيد الخوئي والسيد فضل الله في بحثه الذي كنا حاضرين فيه والحمد لله في بحثه بمسألة الهلال قال أنا أتمنى مبنى ورأي أستاذي السيد الخوئي رضو الله عليه لكن في فرق أن السيد الخوئي لم يكن يعتمد على الحسابات العلمية أيضاً كان يعتمر على الرؤية هو يتمنى رأي أستاذه بموضوع وحدة الأفق وحدة الأفق وأيضاً إمكانية الرؤية قال السيد الخوئي له رسالة في الهلال كان سمحت السيد يعطي فيها درس الخارج يعني يعلق عليها في درس الخارج وقال أنا أذهب إلى مبنى أستاذ السيد الخوئي وحدث الأفق ويكفي أن الهلال يرى لكن السيد الخوئي لم يكن يعتمد على الحسابات العلمية في إثبات الرؤية وإثبات وجود الهلال كان يعتمد على الرؤية بحسب هذه الحسابات الدقيقة نحن ذاهبون على ما يبدو إلى عيدين جمعة وثابت هذا واضح لأنه بحسب خريطة الهلال نعم هذه خريطة الهلال الذي نحن أقرأ في الميان بأن الهلال يولد أو الإكتران المركزي يوم الخميس في العشرين من شهر نيسان الساعة 27 يعني بحسب التوقيت العالم 4 و 12 دقيقة بقرينات حسب توقيت بيروت 17 دقيقة في الخميس مساء لأنه لابد أن يرى ليلة اليوم التالي حتى يكون اليوم التالي من أول الشهر لابد أن يرى ليلة اليوم التالي فالخميس مساء يرى بالعين المجردة بشكل واضح في غرب الأرض يعني غرب الولايات المتحدة الأمريكية يرى بالعين المجردة مع ظروف الرؤية إذا توفر الظروف الرؤية الظروف المناخية في قسم كبير من أمريكا الشمالية وفي أمريكا الوسطى وفي قسم صغير من أمريكا الجنوبية شمال أمريكا الجنوبية ويرى بالعين المسلحة في قسم كبير من أمريكا الجنوبية وفي قسم الغربي من أفريقيا المساحة الرؤية في أفريقيا تصل إلى مصر أنا بحسب ما شفت على الخريطة مولانا غرب أفريقيا كله مغطى بالرؤية بالعين المسلحة من دون مصر واصلي صحيح واصلي إلى مصر مصر في مناطق بمصر يرى فيها بالعين المسلحة وهي هذه المناطق تشترك بالليل مع المناطق الواقعة شرق الأرض ومنها الشرق الأوسط واضح يشترك معها منها أستراليا غربا ومش بس بيرث غربا وأيضا شرقا ومنها أيضا تصل يعني الصين واضح أكيد لأنه أستراليا واقعة غربا عفوا شرقا ومنها تصل إلى حتى نيوز اللندا لأنه عادة نحن عم نشوف المناطق اللي فيها جاليات وعادة المكلفين موجودين فيها ما بتعرفوا يسألون دائما كل بداية شهر رمضان أو العيد عن بداية الشهر فالمكلفين الموجودين الجاليات الموجودة بأستراليا في بصين وفي بنيوز اللندا أحيانا يكون يعني مدام مساحة الرؤية بالعين المسلحة موجودة في مناطق تشترك بالليل مع تلك المناطق الواقعة شرقا فيكون الجمعة 21 نيسان لأن الهلال يرى خميس مساء ومناطق الرؤية أو إمكانية الرؤية تشترك بالليل مع هذه المناطق العم نذكرها في شرق الأرض فيكون بداية شهر رمضان يوم الجمعة عفوا بعد شهر رمضان فيكون أحسن فيكون بداية شهر شوال يوم العيد هو يوم الجمعة 21 من شهر نيسان طيب يعني مقلدو سمحت السيد فضل الله مولانا في شرق الأرض وغربها سيعيدون في يوم واحد نعم أحسن بالنسبة كما ذكر البيان بالنسبة لمقلدي سمحت سيد فضل الله يكون يوم العيد الجمعة في كل العالم وبالنسبة لاشتراك بالليل هناك طبعا يعني خرائط علمية وموجودة على المواقع بيقدر أي أحد يطلع عليها يعني مناطق الرؤية في مصر وهذه مساحة هالاشتراك بالليل بعض المواقع بتبين الاشتراك بالليل عند دخول الغروب فيها مناطق الرؤية في مصر بيكون الليل مشترك ما يشمل إلى أستراليا إلى نوزنة حيث نوزنة فكل هذه المناطق تشترك في الليل مع مناطق الرؤية هنا فيكون بداية الشهر لمقلدي سيد فضل الله ما في فرق بين شرق الأرض وغربها واحدة في مختلف المناطق طيب كما علقت مولانا قبل قليل إذن نحن ذاهبون بحسب هذه المعطيات إلى عيدين يوم الجمعة ويوم السبت ومن الآن سنقول يعني كما ترددون دائما وتكررون دائما في كل عام من يقلد سيد فضل الله ويفطر يوم الجمعة فهو معذور ومن يقلد غير سيد فضل الله ويفطر يوم السبت فهو معذور ما في داعي إنشان نعمل حروب ونعمل جبهات على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل هلا أكيد مشكل الناس بتعمل هيك بس في ناس أحيانا يعني هيك شغلتها متعودة على هالنقل تقطات على هالنقل متعودة على هيك إثارة هالنعرات أو كذا فلذلك طبعا كل من يقلد مرجعا ويعمل بفتوى مرجعه ومبنى مرجعه في تحديد بداية الشهر فهو معذور مثل أي مسألة خلافية أخرى الآن يعني بأحكام الصوم مثلا بالمفطرات مثلا أحكام السفر أحكام الوطن ما عندك خلاف فهي المسألة فيها خلاف بس طبعا أكيد هون ترتبط بمسألة أنه أمت الناس معيدي ووحدة الأمة في عيدها ونسأل الله مثل ما كان يقول سمحت سيد فضل الله رضوان الله عليه إن شاء الله تصل الأمة الإسلامية إلى مبنى موحد وإعتماد يعني رأي موحد في بداية الأشهر لأنه أصلا ليلة القدر واحدة إن أنزلناه في ليلة القدر ليلة واحدة حتى صح من ناحية ثلاثة ليالي هدي مش من باب أنه عندنا ثلاثة ليالي قدر من باب أن الأئمة علم السلام يعني الشرع الإسلامي يعني أراد للمسلمين أن يحيوا أكثر من ليلة وأن تكون الليلة القدر إحداها مثل ما ورد عن الإمام علم السلام لما قال له صاحبه أي ليلة هي 21 أو 23 قال ما أيسر ليلتين فيما تطلب يعني ما أيسر إحياء الليلتين فيما تطلبه منه هاي الليلة القدر خيره من ألف شهر شو يعني ألف شهر مثل ما بره بينا بأحد حلقات فقط الشريعة إذا بتحسب الألف شهر بيطلعوا فقط 80 سنة تقريبا 83 سنة شو يعني عمر الإنسان عمر الإنسان سبحان الله عندش متوسط عمر الإنسان عادة يعني فيه واحد بعيش للتسعين مية ستين سبعين متوسط عمر الإنسان أدى بـ 80 تقريبا فهو 83 سنة ليلة القدر خيره من ألف شهر يعني هذه الليلة هي أد عمرك أيها الإنسان الله أكبر يعني العمل فيها هي أفضل من العمل في ألف شهر مش هيك ليلة القدر خيره من ألف شهر العمل فيها أفضل من العمل بألف شهر يعني هذه الليلة بعمرك كله أيها الإنسان إذا عبدت الله فيها وسألت الله وصليته وقرأت القرآن ودعوت إلى آخره نسأل الله القبول من الجميع يعني كانت القلوب مبارح والحناجر تصدح بالأدعية في كل الأماكن واللي بيسر أنه بكل الأماكن نقول أنه ليلة القدر واحدة ولنا يمكن لما بيحكي بيكون مكابر بداية شهر رمضان مع بعض وأجواء ليلة القدر بوقت بيوم واحد أعطت جو رائع من الهيبة هيبة الليلة وهيبة الإحياء وتصور معي وتصور الأخوان معنا أنه الآن كل سنة كل سنة كل سنة هيك تكون يعني بداية شهر رمضان واحدة العيد المسلمين واحد كنا عم نقول ليلة القدر واحدة كمان بدعاء بقنوط صلاة العيد الدعاء القنوط الوارد الذي جعلته للمسلمين عيدا أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا هذه بيستدل فيها الفقاء سيد الخوي رحمة الله علي يستدل بهذه الفقرة من الدعاء على وحدة الأفق يستدل بهذه الفقرة على وحدة الأفق أن العيد واحد في جميع البلدان مع أنه تعدد آفاق يعني شهر رمضان بيبلش بغرب الأرض اليوم وبالشرق بيبلش تاني يوم والعيد بالغرب يوم والعيد بالشرق تاني يوم إنما هو يوم واحد صوما وإفطارا صوما وإفطارا فهذا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصل العلماء إلى قناعة من خلال علمهم وإجتهاد مقناعتهم طمعا كير أن يصلوا إلى المسألة ليست مسألة عاطفية وتمنيات وإنما هي مبنية على قواعد علمية وحجة شرعية بيّنة وحجة شرعية مولينا رح نحاول نخلص أدمى فينا من الأسئلة بعد هذه المقدمة الرائعة والتفصيل الرائع لموضوع هلال شهر شوال سؤال عن سبق وطرح ولكن في الإعادة إفادة إن شاء الله معنى الرخصة والعزيمة والفرق بينهما بشكل مختصر كما يقول للسائل كما بيّن أن الرخصة يعني عن نحو التخيير أنه مرخص بالإفطار بالمسافر مثلا يعني يجوز له الإفطار ويجوز له الصيام هذا إذا كان عن نحو الرخصة بينما الواقع هو عن نحو العزيمة إفطار والمسافر والقصر في الصلاة العزيمة عن نحو الإلزام يعني ليس مخيّرا للإنسان بين القصر والإفطار بل حكمه القصر والصلاة ما في يقول والله أنا بيقدر أصر الصلاة وبيقدر تم العزيمة هو ليس مخيرا فيها ملزما فيها هو ليس مخيرا هو ملزم هو ملزم بقصر الصلاة وملزما بإفطار في الصوم هلأ نعم بعض الحالات من الاحتياط ما في مانع أن الإنسان يحتاط بصوم مثل ما يحتاط بين القصر والتمام في بعض موارد الاشتباه صحيح إذا شك في تكليفه يصلي قصر وتمام نفس الشي بالصوم إذا والله واحد والله موطن والله مش موطن أعراضت ما أعراضت كذا أو الاحتياط بين الفقهة عرائها الفقهة المرجع هذا وطن يعتبر وطن عرائها الفقهة يعتبر فبيحتاط بمعنى يصوم ويقضي ما في معنى هون ما بيكون عم يكسب إثم لأنه إذا أنه عن أحول إلزام الأفطار يجمع بين الإثنين لما كن عم يحتاط ما اسمه إثم يعني مخالف مثل ما ورد أنه النبي صلى الله عليه سمى قوما سماهم أنه لم يفطروا في سفرهم ولم يقصروا بالعصات أنه هذا في معصي ساعة أن الله عم يقول لك أسروا أفطروا وانت بتقول يا ربي لا بديش سؤال يقول كيف حددت عدد ركعات الصلاة عدد الركعات هو من يعني حددها النبي المشرع النبي الأكرم صلى الله عليه من خلال ما أوحى الله إليه والنبي ينطق وما ينطق عن الهوى أنه هو إلا وحي يوحى نبي يعني ينطق بما هو وحي الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى شرع لعباده ليش عم نقول لك لأنه بعض بيئت لك لين بيئت بالقرآن ما بيئت بالقرآن الكريم لكن سنة النبي صلى الله عليه وعليه هي إلى جانب القرآن مصدر التشريع لا لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيع الله رسوله وقل الأمر منه يعني سنة الرسول هي تشريع الإسلام هي شرع الله بولانا الآية الثانية أيضا أكبر دلالة وما ينطق عن الهواء هو إلا وحي وحي يوحي يعني كما لو أن جبرائيل ينزل وينزل على قلبه الوحي ما يقوله النبي هو الحق هو من عند الله سبحانه وتعالى نعم سؤال يقول أنا عم جمع مصاري لكي أنهي البيت من بعض الأعمال وجاء رأى السنة في هذه الأحوال بدي أدفع الخمس إذا كان قد اشترى بالمال يعني الأغراض التي يحتاجها لا خمس في هذه الأغراض مثل وهون في خلال من رأي الفقهاء مثل اللي عم بيعمر بيت تدريجا مثلا على رأي السيد الخوئ إذا أنت صرت جايب أدوات ووالله مثل ما بقوله وخلصتها البيت على العظم وبعد عم تأسسه وكذا وعم تكمل وإجرى السنة بدك تخمس على رأي السيد الخوئ رحمة الله عليك أما رأي السيد فضل الله لا مدام اشتريت ما تحتاجه ولو أنت في معرض البناء التدريجي وتحصيل موناتك تدريجا فلا خمس هذه إذا اشتريت الأغراض وبدأت بالبناء أما الأموال النقدية إذا بعدها عندك وإجا رأس السنة الخمسية فعليك أن تخمسها بلنا إذا اشتريت الأغراض أو إذا كنت عم تشتري الأغراض يعني بمعنى دفعت حقا خليني أعطي مثال هكذا الاستفادة هذا الشاب عم يشتغل بيته مثلا طلب منه معلم البلاط أو كده والله جيب لي هل أد من أبطار بلاط أحسن جيبهم لا هو ما جيبهم بعد بكرة أو بعد بكرة هلأ مسكرين بكرة أو بعد بكرة بدروح يجيبهم واليوم إجي ترأس سنتهم بس بحل ما اشترى ما اشترىهم بعد بديو يخمسهم بديو يخمس بعد مدفع هذا المال كذمن للشراء طب إذا وص عليهم بعد مدفعهم إذا وص عليهم لا أحيانا بيوصي وبيشتري بيصير ثمن في ذمته صحيح لا يخمس حلو أما إذا بس توصي بعد ما أجرى عقد الشراء الباية بيكون بعد مهم هذا التفصيل مهم يعني ولو بهذا الدقة بس فارق بينهما طال سؤال يقول أصلي من استلقاء من تكبيرة الإحرام إلى التسليم وأرفع السجدة بيدي للسجود من دون أن تكون مساجدي على الأرض صلاتي صحيحة ولا داعي للشك بصحتها أو علي الإعادة بعد التعافي طبعا صحيحة وله الأجر لا لأنه في ناس لما يمرض لما ما يقدر يوقف لما ما يقدر يقعد ويكون مسطح بيقول خلاص سقطت الصلاة عنه فهذا الأخ أجره الله هو مستلقي شو عم يعمل عم بيصلي صلاته صحيحة لأنه يصلي بحسد قدرته إذا ما قدر هو واقف من جلوس ما قدر من جلوس من استلقاء فهذا صحيح طبعا بيحصل الطهارة يعني حدا بيوضي إذا ما قدر هو توضى أو بيقربو له ما إذا ما قدر توضى حدا بيوضي يعني يسقط شرطه المباشرة في الوضوء ولا يسقط الوضوء وهذه كمان كتير بيغلبتوا فيها ومنح اللي عم يجي هكا أسئلة المبينة نعم يعني الآن متى واحد ما قادر يقوم على المخسلة يتوضى شو بيقول بتيهمة بيجيبو له المخسلة اللي نشاط لهندو أحسن بيجيبو له المخسلة يعني بيجيبو له الماء يقول تعبير كين بيجيبو له الماء يعني نعم فلأ يعني هون بالليلة يجي يوضيك صح طيب إذا أنت ما قادر تباشر أفعال الوضوء ما بيسقط الوضوء يسقط هذا الشرط وهو المباشرة نعم بيجي غيرك بيجيب ماء وبيوضيك إذا أنت سطح ما قادر تحرك إيديك ما في الآن كبار في السن بدون يوضوه بس بدون يعني ينونيه ينونيه هو ينونيه صح بدون يقوموا بغسل وجهه صح وغسل يديه والمسح على الرأس صح يغسلوه وجه وغسل اليدين كمتل ما عم نتوضي عادي بنوضي فهذا الليل ما بيلتفتوا لهذا الأمر إذا مش قادر يعلي إيده ويغسل وجه وهو لو بالمساعدة فيهم هني بياخد رطوبة من مية إيده بيمسحله على الرأس هو المساعد وساعدها بيعملها صح مولاني لش عم أكد على هذا يعني ما هو عم فهم فيه فيه ماي من باقي الغسل ومع ذلك من رطوبة إيده ما إشكال يعني صح عم بيسأل هدي عم أكد على هذا التفصيل لأنه ما لا أستطيع أن أنسى مرة سؤال سألني أحدهم أحد الأخوة أنه حدا عم يوضي ستة كان عم يوضيها بس كيف بيوضيها بتتوضى هي المساعدة بتتوضى وبتقلها وهبتك الوضوء نعم هدي يعني التشريع هم يشرع نعم ما كمنا تصلي عنا وتقلها وهبتك الصلاة طيب لذلك يعني هدي أمور لابد قليلة اللي بيطبقوها على فكرة نعم كما كنا عم نقول أليل اللي بيطبقوها أصلا أليل اللي بيقلك بس يمرد بيبطل يصلي أو إذا كان جسمه متنجس بيبطل يصلي لا إذا الجسم متنجس شرطة الصلاة طهارة الثياب والبنى طب واحد مش قادري يطهر ثوب وبنى بيترك الصلاة بيدي يصلي بالنجاس بالنجاس أو مثلا كمان خطأ هدي اسمه أخطاء شائعة يعني استاذ الشيخ محسن عطوي عنده كتاب الأخطاء الشائعة يحلوا الواحد يتام من الأخطاء الشائعة أنه واحد بيكون جسمه مثلا متنجس فما بيتوضى بروح بيتيمم طب شو قاله على نجاسة الجسم أنه طيابك نجسي مش قادر تطهر بعض موادع جسمك بأنك تتيمم بس بيفكروا هيك أنه جسمه متنجس ما بتتوضى بروح بيتيمم المهم أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة قادر تتوتط فإذا هذه الأمور لابد هذه الشغلات المفردة مولانا إحدى الأخوات تنقل تقول صديقتي مرت بحادثتين واجهت الموت ولكن في هذه اللحظات كانت تنتظر الموت وكيف ستموت ولم يطرأ ببالها أن تذكر الله ولا بأي شكل وحتى في أحلامها ترى نفسها تسقط من علو شاهق وأيضا كانت في هذه اللحظات تغمض عينيها بانتظار الموت ما كانت تذكر الله هي نفسها عندما ذهبت للحج مرضت مرضا شديدا وبالكاد أدت المناسك كما أنه أتاها الحيط في مكة وعندما تزور المقامات تمرد وتشعر بأن علاقتها مع الله غير موفقة وكأنه غير راض عنها مع أنها تقوم بكل الواجبات الدينية منذ صغرها لش هالنظرة التشاؤمية من إلا للأخط ما إلا علاقة أنه واحد هو عم بيؤدي الأعمال إذا مرض يعني إشارة ما يمشي الإنسان على هالمسألة هاي دي ما إلى دلالة هالأمور ليس لها دلالة وما يخلي حدا يأنعف فيها أحسن ليس لها هي واحد بينه وبالنفسه بصر يتشائم أو يعمل دلالة من عنده يخترع دلالة وإشارات من عنده لا ما إلى علاقة الآن إذا مرض هو وفرد إذا راح بده يحج أو راح على الزيارة أو بده يمرد بالعكس يقول أنا مريض وعم أدي صلاة هذه فيها أجر نعم ولو لاحت على حجه وإذا أتهى دم الحياة بأم بالمناسك طيب هلأ آلاف النساء لما يكونوا عم بيحجوا ما بيجيهم تجيهم دورة يعني هوا كلهم يعني دلالة أنه الله مش موفق أو مش راضي عنه لا ما إلى علاقة يعني الإنسان كل حالة لها وحكمها فتنتظر حتى تطهر إذا كانت مش راح تطهر لحتى تخرج من مكة تستنيب إلا إذا بترجع طبعا بعد عرفة طبعا مثل ما بنعرف أكيد بتأجل طواف عمرتها والصلاة إلى بعد أن ترجع بس على فرض أفرد عم تعمل عمرتها وهي لن تطهر قبل الخروج من مكة تستنيب بالطواف والصلاة وتأتي تكون هي محرمة فتأتي بالسعي والتقصير وتستنيب بالطواف النساء والصلاة مثلا كل حالة لها حكمها مش معناتها أنه وهذه حالة كثير من الناس أفرد واحد رجال راح مرد كمان منقول أنه يعني ما قداش فيه ناس بتمرد هيو عم تحج لأنه تغير التأس لأنه مش معود على الأجواء معود على جوه بلاده والجسم وما عنده مناعة زيادة مثلا مش هيك أسباب الأمراض يعني إذا مرد بالحج يعني الله مش موفق ومش راضي عنه ما الله وفق أنه وصل على الحج هذي مش توفيق ورضا في ناس مولانا يتوفون بالحج نعم ومنقول أنه هذا رضا كامل وعلى الله أخذه هو ضيف تماما يعني أحسنت الله يرحم بعد أسازتنا رحمة الله عليه توفهه بس خلص عرفه صحيح وعم يطلع على سطح البص سبحان الله خبر رحمة الله عليه فلذلك يعني مش توفيق من الله سبحانه وتعالى يعني بلا ما يموت بما كان آخر مات في هذه البقاء المقدس مثلا فلا يدل أبدا لذلك من إلا للأخت يعني أزيلي كل هالهواجس أو هالظنون والأوهام من رأسك بالعكس الإنسان عم بيقوم بتكليفه مرد صار معه عارض عم بيتمم تكليفه هذا يعني دليل سنة مقبول أحسنتم تسمحوا لي علق تعليق صغير هذه خطر ببالي أنتو عم تجاوبوا مولانا خطر ببالي فكرة الإمام زين العابدين أعطاها الحال للأخت نحن نبارح تلنا عن نقرة دعاء أبي حمزة يعني هذه الحالة اللي عم تمرق فيها لازم يزيدها إصرار على التعلق بالعلاقة بالله وتوثيق العلاقة بالله الإمام زين العابدين بيقول إلهي لو انتهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك يعني بده يبقى حتى لو الله زعبه ما زعبك يعني هذه مثل ما تفضلته هذه حالات قد تصير ولو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد ودللت على فضاء حيون العباد يعني مع فكرة هالدعاء يعني هلأ جبنا هالفقرات سبحان الله هالدعاء قديش يعني إذا الإنسان أقرأه ومش بس بليال القدر بكل شهر رمضان وحتى بيقدر منه يجروا بغير شهر رمضان كمان صحيح خلينا ناخد اتصال ونطلع فاصل مولانا لأخت أمل السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت أول شيء تقبل أعمالكم أعمالكم إن شاء الله في خي بكندا بدي يدفع الفترة نعم ما عنده كثير هونيك إني ما قاد يعيش مش عارف هونيك فيدي يدفعه ولا مين خلاص يبعثها لهون يبعثها بقيمة كندا ولا مندفعها نحن بقيمة لبنان نعم طيب تابعين بعض الفاصل لأنه حبين نفصل شوي بهذا الموضوع تمام مشكورين يعطيكم ألف أهلا وسهلا فيك شكرا لاتصالك إذن مشاهدين ومستمعين فاصل قصير ونعود إليكم فلا تذهبوا بعيدا أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين ومستمعين إلى حلقة اليوم من برنامج فقه الصوم ضيفي في هذه الحلقة أو لهذه الحلقة سماحة الشيخ حسين عبد الله أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ قبل الفاصل اتصلت الأخت أمل تسأل عن موضوع أنه أخوها بكندا وبدوا يدفع الفطرة إذا بدوا يدفعوه إياها بيدفعوها بقيمة كندا ولا بقيمة لبنان نعم إذا كان هناك مستحقون بكندا فقراء من المؤمنين في المنطقة التي يعيش فيها فعليه أن يخرجها هناك وبحسب سعر الطعام في كندا حيث هو موجود لأنه عم بيخرج الزكاة هناك فتخرج بحسب قيمة الطعام في بلد إخراج الزكاة يخرج الزكاة هناك بيطلع إيبنة 3 كيلو طعام 3 كيلو أمح لنقول نمشي على الأمح 3 كيلو حنطة أمح في كندا قدى شو بيطلعوا لنقول 5 دولار كندا 10 دولار كندا لهن أما إذا ما في مستحق لأنه لو في مستحقين بدي يخرجها هناك ما في نقلها على لبنان لأنه الأحوط أنا أحوال إحتياط وجوبي طبعا الأحوط وجوبا أنا قاعي أنا حكم الأحوط وجوبا عدم إخراج الزكاة من بلد المكلف إذا كان في مستحقون ببلد المكلف فعليه على الأحوط وجوبا أن يدفعها للمستحقين في بلده إلا إذا أراد تسليمها للفقيه العادل في بلد آخر هذا هو الحكم والقاعدة لما أنا نمشي عليها أما إذا ما في مستحقين أما إذا ما في مستحقين بدي يخرجها وين؟ بلبنان بدي يخرجها بلبنان فين يخرجه ليه بحسب قيمة الطعام في لبنان مولانا هذا التخريج فيه له طريقتين طريقة الأولى بيقوله لأهله ادفعوا عني زكاة الفطرة أهله بيتبرعوا بيتفعوا عنه زكاة الفطرة بدي يدفعوها على سعر لبنان صحيح؟ أحيانا مولانا لأبو كل هو شيء له وبدو يبعثها هون أخرج الزكاة هناك حسب سعر هناك بدي يدفعوا أحسن هاي دي هي هاي دي هي هاي دي يدري يقولون أدى الزكاة في لبنان ويطلع إلى 250 ألف والآن أخرج الزكاة وعزلها بس ما في مستحقين يجوزوا نقلوها بس هون بيقع بمشكلة شو أنه الزكاة هذا حكم خاص بالزكاة مش بالخمس بالخمس غير الزكاة إذا عزلت تعينت يعني إذا عزلت يعني إذا عزلت هالخمسين دولار يعني أفره ثلاثة كيلو قبل للدولار ثلاثة كيلو طعام ثلاثة كيلو أمح حشيلهم عجلهم هاوزها كان معاش فيه يبدلهم بدي يوصل هاوزي للفقير طيب حاستفع قيمتها نقضا أنا أقول عشر دولارات كندا مش هيك خرجها بحسب سعر كندا لأنه عم بيخرجها هونيك بس فيه ينقلها ينقلها لا لأنه ما فيه مستحقين ببلده هيدا العشر دولارات اللي خرجها بعينها بدوا يسلم على الفقير بصمو الزكاة بدوا ينقلها بعينها بعينها لم صعبينها الأدمر صعب بحسب الأدلة لذلك في مشكلة تانية وين إذا بدك تحولها تحوي البنك كمان مشكلة إذا خرجت الزكاة معاش فيك تحولها لأنه تعينت إذا حولتنا مش رح تتحول بعين بعين المال فإذا أفضل شي يكلف أهله أحسن فيه شغل قبل ما يخرج الزكاة وعينها في مال في مال نقدي معين يحوله يحول المال ويوكلهم بإخراج لأنه ما فيه عنده مستحقين بيحول المال وبعد تحويله بيوكلهم بإخراج الزكاة من هذا المال أول أسهل يكلف أهله هو هايك أحسن يدفع كمان يوكلهم بإخراج عنه وبعدين بيعطيهم بيصدلهم هالمال كمان نعم مولانا السؤال يقول يعني والأسئلة كثيرة ما شاء الله هل هناك أساس ديني للتفرقة بين السادة وغيرهم ما هو دي كنا نبارح منحكي وما علقتنا على الموضوع هذا أمر يعني بحسب الدليل نحن ما نكون أحرجناك بالسؤال لأن نبارح ما حبيت تتعلق لكن ما نعلق بس ما عايش كملنا نحن كنا عم نحكي من جهة إثبات نسب بس ما علقنا من جهة التفريق في الأحكام هذا عم بيقول شو الوجه الوجه هو الأدلة يعني مثلا كما يقول علماء إن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه في ذريته وفي ولده إن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه صلى الله عليه في ولده ذلك إجت آية الخمس واضح لو ما في دليل منفرق شي ما منفرق بينما مع وجود الدليل ناقش فيه العلماء مع وجود سهم يعني سهم الله ورسوله والإمام وسهم بني هاشم موجود منصوص عليه في الكتاب الكريم مع وجود لكن هناك رأي فقه بأنه لا يختص بالسادة يعني هم على نحو المصرف فممكن أن يعطي غير السادة في بعض الموارد لذلك وعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله لله لذلك خمس بقوله ستة أسهم لخمس ستة أسهم لأننا متعارف أنه سهمين هو ستة سهم الله ورسوله والإمام وسهم الفقراء وأبناء سبيل وإيتام وبني هاشم وعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذ القربة واليتام والمسكين وابن السبيل هذه ستة أسهم فهو ثلاث أسهم نسميها نصف لإمام لأنه سهم الله هو لرسوله وبعد الرسول هو صلى الله عليه أجمعين هو للإمام لذلك عبرنا سهم الإمام وأبناء السبيل هذا هو سهم بني هاشم فلذلك قلنا هيدا نصف الخمس هيدا سهم الإمام وهيدا سهم السادة لذلك غير السادة هلأ تعبير العوام أمثاني جاني سؤال ضحقني واحدة عم تسأل عن زكاة الفطرة قاتلي زوجي من السادة وأني من عمّة الشعب من عمّة الشعب يعني هاد الفكرة اللي بتسود سعيدة أنه سادة وعمّة الشعب هلأ في سؤال مقلوب هي سيدي وزوجها من عوام الشعب عمّة الشعب تعبير يعني بيستفز لنا لا مش صح ما في ما ويرد يعني تعبير عمّة الشعب نعم هو سهم الإمام يعني هو سهم الإمام مش العمّة يعطى لغير السادة للعمّة هلأ التسمية بالعمّة والسادة مما باستلاح يعني السادة بني هاشم عمّة يعني غير السادة عمّة يعني عموم الناس مش أنه عمّة يعني صفة منقصة يعني فيها منقصة درجة ثانية مقصود انه عامة الناس غير بني هاشم طيب الاخت عم تقول انا سيدية وزوجة من العامة هو بيدفع الفطرة اكيد بصندوق العامة انا بدي ادفعها مع العامة او مع السادة هو زوجة زوجة عامة من العامة بسمنا السادة ما بيدفع بصندوق السادة لا لا لاش فرقنا بين الزكاة بين الصندوقين لانه غير السيد ما في يعطي زكاة اهل السيد حرامن الصدقة عليهم اي صدقة صدقة الواجبة اللي هي الآية شو قالت انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل او ثمانية اصناف بالزكاة شو عبرت لأيه انما الصدقات الزكاة هي صدقة واجبة حرمت عليهم الصدقة الواجبة مش اي صدقة طيب لذلك اذا واحد بدي يتصدق على سيد هاشمي فيه يتصدق عليه صدقة المستحبة هل اقولوا لا اذا اجبت مهاني حسب شأنه شيء اخر بس صدق فيه تصدق ما حرم عليهم هي الصدقة الواجبة فبزكاة الفطرة الزكاة هي صدقة واجبة غير السيد لا يعطي زكاةه للسيد اما السيد يعطي زكاةه للاثنين للسيد وغير السيد يعني ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ولكن زكاة زوجته بيقدر يحطه بزندوق العامة لأنه السيد يعطي السيد وغيره لا لا مش زكاة هو عم بيخرج زكاة عن الكل لا ما في فرق هو اللي عم بيخرج العبرة بالمعيل بالمعيل مش إذا الزكاة عن أفراد أسرته يعني بيخرج 150 يعني عم يدفع 450 لنقود بيخرج 150 في حطة بالسادة لا العبرة بالمعيل بالمعيل هو اللي عم بيخرج حتى لو زوجته من السادة المعيل يضع زكاةه وزكاة أفراد أسرته في صندوق غير السادة ممتاز تقول الأخت صادف أن أتاني الحيض وأنا في العناية الفائقة وعندما انتهى تيممت بدلا عن الغسل لعدم القدرة على الاتيان بالغسل فأنا بحسب توصية الطبيب المعالج لا يمكن أن أتحرك لفترة لكنني إلى الآن أتيمم للصلاة ولا أتوضأ هل يجب علي الوضوء ما استطعت؟ كنا عم نحكي سبحانه عن نفس الناس بالغسل هي معزورة لعله لأنه عناية فاكد مش رح تقدر تختسر فتيممت بدلا عن الغسل عملت بتكليفها بس بالنسبة للوضوء ما هي لأنه سمعت الجواب الأول خطر بالها الجواب فمن نسبة للوضوء إذا فيه عنده حدا يستطيع أن يساعدها بالوضوء أن تتوضأ عليها أن تتوضأ ما تتيمم مثل ما فصلنا قبل قليل طيب فإذا يعني الوضوء أولا هي بنفسها إذا ما استطاعت إلى ذلك سبيل لازم هو أحد يوضأها طيب في سورة القدر هناك ذكر للروح ما المقصود بكلمة الروح تتنزل الملائكة والروح فيها الروح القدس لأنه مخصص لأنه أعظم الملائكة جبرائيل عليه السلام هو ملك الوحي بالنسبة للأنبياء تنزل الملائكة والروح مش روح الإنسان لا يحكي عن عالم الملائكة فالروح هو روح القدس اللي الله ذكره بأيات أخرى وهو جبرائيل عليه السلام سؤال يقول بدأنا نرى ظاهرة من الشباب الذين لا يصومون ولا يحترمون الشهر الفضيل أنا المكان مساكني من مسافي ليست ببعيدة أرى شباب قبيل الإفطار يشربون الخمر على الطريق دون أي حساب لضوابط الأخلاقية والشرعية ظاهرة تشعرنا بالخوف على هذا نتيجة إهمال الأهل بالخوف هل هذا نتيجة إهمال الأهل أم الشارع أصبح دون مراقبة من قبل المعنيين وعدم تحمل المسؤولية دينيا وإخلاقيا هذا ينظر بالخطر لجيل لا يعرف شيء ولا يحمل مسؤولية نفسه على من تقع المسؤولية حلاك إليهم ما للأسف أولا نأسف لهذه الظاهرة وكلنا منتأذى مثل ما كنا نحكي من بيرعب لشي يتأذى الإنسان نفسيا وقلبيا وينكر مطلوب مننا أن ننكر قلبا وهذا أضعف الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله قدش الإنسان بيحز بقلبه ويحزن وينهم أنه فيه هكذا ظاهر بشوارعنا ومجتمعنا والثاني المسؤولية على كلاهما التربية تربية الأهل والثانيا على المعنيين لأنه لما يكون فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر هلا أحيانا يمكن نحنا منتصور أو الناس بتحكي أنه لا فيه والله مصلحة أنه واحد ما يفوت مع الناس وكاتلا لا بس فيه أسلوب ممكن نحنا كمعنيين يعني كل المعنيين أحيانا للعالم الدين قلوا دور وأحيانا المعنيين على الأرض اللي بيكون قلهم سلطة من الأخوان على الأرض لهم دور بأنه نحارب هالظواهر ونمنعه وهي دي ما إلي علاقة بحصول فتنة لا لأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يترك لأنه إله أسلوب فيه أساليب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراتب وتدرج مش رح تجي أنت تحارب وتقاتل وتفوت بمعركة بس لما يكون الإنسان ينهى ويضغط ويشدد ويلاحق بضل إذا ما انتفت شو بتنحصر أو بتتحجم عفوا إذا ما التغت كلية تتحجم على أقل بتتحجم وفيه ناس مش كل الناس يعني هلأ يعني مجاكرين أنه والله مجرم وراكب راسه ومن ما نبهه لا فيه ناس إذا نبهته لا يستحي يخجل يرتدع يخاف للأسف اليوم أنا ورايح لصلاة الجمعة شفت مشهد امرأة محجبة سيدي كبيرة في السن محجبة تقود سيارتها بشكل هيك حاملة يعني حاملة سيارتها على الشباك السيارة بهالشكل وعمتدخل طيب إذا مفترة للعذر مت تعمل هالمظاهر كما عم نكرر دائما فهذا مسيء لشهر رمضان وبيدل على أنه الإنسان هذا متجرق أنه يعني عفوا مش عم نحكي هلأ امرأة بشكل عام هلإنسان ما عنده احترام لدينه وإسلامه وفرائد الله عز وجل هيدا فريضة نحنا ما منا نذكر قصة نبين أنه السلاح دواعش يعني ما بين دواعش بس ما عنده خبر الأخوان الهلأ عم يستمعوا أو عم بيشاهدوا أنه تارك الصوم بيظل وجود سلطة الشارع مش عم نحكي هلأ بيظل وجود سلطة الشارع تارك الصوم عم نان يعزر مرة بتذكر أنا سألت ذكرت بفوق الشريعة وقلت لي أني استعظمت القصة وابن استعظمها صحيح بس أنه حكم الشارع لا حكم الشارع طبعا بالمرة الأولى يعزر بالمرة الثانية يعزر بالمرة الثلاثة يعزر بالمر الرابع يقتل يلطيف هذا إذا كانت يد الشرع الشرع مبسوطة بمعنى ما عنده الإنسان عذر الإسلام موجود والدعوة الإسلامية موجود يعني يعني الحكم الشرعي واضح وموجود والإنسان عامد متعامل مش عنده مشتبه طبعا تدرك الشبهات الحدود مشتبه كذا في مفكر حاله واضح أنه مش عم نحكي فيها عم نحكي حصرنا الأمور كلها أنه عامد متعامل مجرع مع علمي بالحكم كل الشروط موفرة فمسألي مش سهلي ومقصودي الشاهد أنه هذه فريضة من فرائد الله مش سهلي أنه الإنسان يتاول فيه ولنا في جانبين في جانب شرعي كما تفضلتم في جانب يعني له علاقة بالتربية جانب أخلاقي جانب حياء الإنسان حتى لو قلنا عداد عداد اجتماعية هي عداد جميلة بأول شهر رمضان ولنا ذكرنا أنا بتذكر وسامحتك أكيد بتذكر لأنه هذه كانت بيئة وحدة أنه كانت الأم أو الأخة لما تفطر الولد ما يعرف أنه أمه أفطرت أو أخته أفطرت يعني بيكون عنده حياء الإنسان خجل يعني بمعنى إذا أفطر لا مش هدم على سيري ومش أنه لا حياء في الدين أنه أحيانا إذا أفطرت المرأة إذا عذرت المرأة ما بيعرف غيره أنه ترك الصلاة صحيح ولا أنه ترك الصوم يشوف ما لا عادات بمعنى أنه الإنسان عنده حياء عنده خجل عنده احترام لدينه عنده احترام لإسلامه فوين نحن من هالبيئة والبيوت الملتزمة وين من هال عم بيصير على الشوارع بشكل عنا طيب ولنا إلى فقرة سينجيم لنشوف شو العنوان اليوم لنشوف الإجابات وبعض منها نعلق إن شاء الله سلام عليكم وعليكم السلام شو بتعرفي عن الفرق بين حد الترخص ومسافة السفر؟ مسافة السفر هي بتكون ضمن البلد الواحد يعني حسب المناطق هي حد الترخص؟ صراحة مش سامعة فيه سامعة بمصطلح حد الترخص؟ لا والله مسافة السفر؟ نعم شو هي مسافة السفر؟ هي المسافة اللي نحنا إذا كنا صايمين بشهر رمضان أي مسافة نحنا فينا نفطر أو فينا نصوم بالأحرى قده هي هاي المسافة؟ ما عند فكرة يوطى حدود 22 كيلومات روحة رجعة 44 والترخص أقل من 40 إذا ما خطأ الظالم تعرفي الفرق بين حد الترخص والمسافة الشرعية للسفر؟ لا شو حد الترخص؟ سامعة بمصطلح حد الترخص؟ لا مسافة السفر؟ نعم هدا هي مسافة السفر؟ 24 كيلومات يمكن بعتقد أنه لازم يقطع مسافة روحة ومجية أقل شيء 44 كيلوماتر تمام حد الترخص؟ ترخص يحوض حيلي أكتر يعني حد الترخص هو أنه الشخص أو الشي سامع بالمصطلح؟ سامع بمصطلح حد الترخص؟ هلأ سمعت أقول مارك مسافة السفر هي المسافة التي تقطعية من مطرح لمطرح كتير بعيد والتانية مبعش شيء هدا هي مسافة السفر؟ بتكون بالعادة بعيدة كتير هدا يعني كتير؟ أميل إذا الشخص مش نوي سفر وقطع حد الترخص بيفطر؟ آه تمام يفطر وإذا قطع المسافة السفر؟ بيفطر ما بيفطر بتاد مش نوي سفر بس حتى لو قطع محدد ترخص بدي يفطر يفطر متعمد ساعتا باعتقد هاك إذا قطع مسافة السفر بيفطر وحتى لو هو مش نوي سفر؟ حتى لو مش نوي يصوم أصدك إذا مش نوي سفر هو صايم بس مش نوي سفر؟ صايم ومش نوي يسافر وقطع مسافة السفر بيفطر إذا شخص نوي سفر أي متى بيفطر إذا قطع حد الترخص أو إذا قطع مسافة السفر؟ لا بيقطع حد الترخص حد الترخص ساعتا بيحقله يفطر وبيضله متابع طريقه بيفطر إذا قطع المسافة الشرعية للسفر؟ إذا نوي يسافر هو بحد ذاته بدي يفطر بس إذا ظل متابع لحد يقطع الخط المحدود إليه صار فاطر هلأ ممكن يكمل أو ممكن ما يكمل بس بالنهاية بده يعيده بس يقطع مسافة السفر إذا شخص ناوي يسافر بيفطر بس يقطع حد الترخص أو بس يقطع مسافة السفر بس يقطع مسافة السفر بس يقطع مسافة السفر لا مولانا اليوم التقرير يستحق الوقف ونحكي شوي تفصيل عنه بس في عندي سؤالين ضروريات خافت يروح الوقت وما نلحقهم أعيش بكندا هو الدولة تخصص لي مبلغا ماليا كل شهر للتعاوضات العائلية حتى يبلغ أولادة منتعفر سنين من هذا المال بدأت أجمع جزءا منه كل شهر منذ بداية العام 22 حتى أستطيع دفع تقصيد أو دفع مسبق لشراء سيارة الذي بدأت في إجراءاته هذا الأسبوع ظهر قرد أو شي سؤالي هل الخمس واجب على المبلغ الذي مر عليه العام أم على المبلغ الإجمالي الحالي مع العلم أنه مرت سنة وثلاثة شهور أكيد الخمس واجب إذا ما في رأس سنة خمسية عند الأخ أو الأخذ يجب الخمس فيما مر عليه سنة من المبلغ المدخر طبعا غير القرد نعم إذا هو عم ياخد قرد القرد لخمسة فيه وقت هو عم يدفع شي مسبق الظاهر نعم هذي مثل المسبق حتى يقدر يفتسن هذي يدفعه مسبقا إذا كان من المال الذي مر عليه سنة يخمسه أو من المال الذي حل عليه رأس السنة الخمسية مع اتخاذ رأس سنة للخمس لأنه للمكلف أن يتخذ رأس سنة لجميع الأرباح فبيخمس بسر هو المعتمد في التخميس هذا اليوم فإذا جاء رأس سنة الخمسية يخمس كل المال الأرباح الموجودة لديه أما إذا بعده مش متخذ رأس سنة للخمس هل المال مرء عليه سنة بخمس والمال اللي مش مرء عليه سنة لا يخمسه طيب يقول بقدر إجمع الفطرة وعطيها لشخصين أو لا لازم أعطي الفطرة دون نقصان بمعنى لا ينتقص من قيمة الفطرة يعني ما فيني أعطي 200 لشخص و100 لشخص لازم ساوي بيناتهم أعطي 150 ل150 لا ما في مشكلة يعني الفطرة تعطى يعني تعطى للمستحق حتى لو جزائها ما في مشكلة ما في أي إشكل طيب مولانا بدنا نرجع إلى التقرير أولا شو هو يحد الترخص وشو يعني مساة السفر منح هذه الاستصراحات لأنه عم توقف بالناس بهالإخوان والأخوات بعض الأمور اللي مش عرفانين لازم بس يسألوا عنه ويعرفوه ألا ما منعرف إذا بعد ما خدس عم يتابعوا إيه فحد الترخص هو المكان خارج البلد والمسافة أيضا خارج البلد خارج حدود البلد وهي يعني مسافة السفر من إيسا من حدود البلد إلى البلد الذي يقصده المسافر إذا في مسافة 22 كيلو روحة و22 راجعة أو حتى لو كان أقل من 22 وبالرجعة أكتر حسب الطريقة عم يصلكه بحيث يعني عبارة الجامعة أننا نقول بين حدود البلد الذي يخرج منه المسافر إلى حدود البلد المقصد الذي يقصده إذا كان مجموع المسافة ذهابا وإيابا 44 كيلو متر تقريبا إنه بالضبط أقل بس عم نقول تقريبا لنهول من داشت نقول 43 وكذا نعم إذا كانت المسافة تقريبا 44 كيلو متر هيده اسمه مسافة السفر هيده مسافة السفر واحد رايح على غير موطن ورايح وراجع بيكفي يروح 22 ويرجع 22 فمن حدود بلده إلى مسافة 22 هيده اسمه مسافة السفر أما حد الترخص فهو النقطة خارج حدود البلد الذي إذا وصل إليها المسافر يتوارى عن الأنظار بعض فقاء بيقول نقطة اللي إذا وصل إليها ما بيعود يسمع أذان البلد سيد فضل الله عنده ميزان آخر يتوارى عن الأنظار ببطل يقدر يشخصه من هو ميزان الذي يعتمده السيد فضل الله لبلوغ حد الترخص إذا بلغ نقطة من حدود إذا رايح جنوبا حدود الأوزاعي آخر بيروت لأنه الضاحة من ضمن بيروت آخر الأوزاعي بعد آخر الأوزاعي إذا مشي مسافي وصل إلى نقطة يتوارى فيها المسافر عن أنظار الأشخاص الموجودين معاش صاروا قادرين الميزون يرونه شبح غير واضح المعالم هيدا اسم حد الترخص إذا ما ننتسهل ماذا يبنى عليها هيدا حد الترخص ماذا يبنى إذا ما ننتسهل لنقول 500 متر الآن أنت واقف هون بعد 500 متر إذا شخص واقف بعيد عني 500 متر ما بقدر ميزه بشوفه شخص شبح غير واضح المعالم فلنفرنا بهذا الشكل هلأ يمكن إخواني اللي عندهم خبرة بالمسافات العسكريين وكذا يعني قدش المسافة اللي بيصبح فيها متوارع عن أنظار فردا 500 متر هايك تقريبا نعم فلنقول بيروت جنوبا بعد حدود الأوزاعي بعد آخر بيوت الأوزاعي 500 متر معاش نقدر نميز هذا المسافر نشوفه بشكل واضح فهيدا حد الترخص ماذا يترتب عليه سؤالكم على المسافة اللي هي 44 كمتر روحة ورجعة إذا الشخص ناوي قطعه بس يبلغ حد الترخص اسمه ترخص اسمه منه فيه يرخص له بالبدء بالإفطار وقسر الصلاة يعني قبل هايدي المسافة ما بيحق إنه يتناول المصر أو يبلش يأصر بالصلاة بالصلاة والصوم فإذا لذلك مثل ما ذكرنا صابق مش بيبلده بفئة بيتروأ بيشرب قهوة صحيح وبيجي أسئلة كتير بعد لا هلأ يعني لأيخر شهر رمضان بتضلك تتلقى أسئلة والله فقت الصبح هنا والسافر وشربت قهوة جاي عمية طب ما اسأل طب ما وقت ما اسمكش مسافر بعدك ما أنت بيبلد كيف اسمك مسافر طيب مولانا ورد كمان هيك ملاحظة بالتصريحات والاستصراحات إذا واحد ما نوي أصلا يسافر وقام الصبح وخطر بباله أنه يسافر لأنه مثلا أحيانا بيبه فيه متدايق مش مرتاح كده بيقدر من دون ما يكون ناوي قبل بيوم أنه أنا بكرة بدي سافر بيقدر ينوي صباحا وقول بدي سافر ويفتح هذا ما يعرف بتبييط نية السفر الشرط تبييط نية السفر كما هو مثلا عن بعض الفقهاء أو يحتاطون فيه كالسيد الخوي مثلا بيقول إذا من بيت النية بيضله الصائم ويقضي يعني يشترت عنده تبييط النية سمحت سيد فضل الله لا يشترت تبييط نية السفر يعني لو قبل الفجر مش ناوي يسافر هيدا اليوم فق صباحا وطرق عليه أنه أنا الآن فكر أنه أنا بدي سافر الآن فيستطيع أن يسافر ويفتر على رأي سيد فضل الله يعني هي معناته من قول لا يشترت تبييط نية السفر حتى لو طرق السفر عليه صباحا قبل الظهر لأنه بعض الظهر بدي يضل صايم ما فيه يفتر قبل الظهر فيستطيع أن يسافر ويفتر ما منقول بده يجمع بيظلوا صايم وبيقضي لا بيفطر بس إذا ناوي يقطع المسافة وبيبلش يفطر لما يصل لحد الترخص سؤال أخير مللنا بهذا الموضوع تحديداً قبل ما نختم واحد بده يروح عايش بالضاحية بده يجيب قطع على سيارته قاله له ممكن بخلدة لقيها ظهر من الضاحية على خلدة ما لقاها بخلدة قاله له ممكن بالجية تلاقيها رأى على الجية ما لقاها بالجية قاله له بالنبطية موجودة أو بالأحرى خلال بصيدة هون قطع مسافة بس هاي المسافة ما هو مش قصدها ونويها هون لا يكون إذا صار مجموع كل المسافات اللي قطعها ولو بلغت مسافة السفر ما بيكون حكم القصر والإفطار لأنه لم يكن قاصداً من أول أمر قطع المسافة لأنه كل المسافة عم يقصد يقطعها ليست مسافة سفر مجموع سفر بس كل واحدة منه ليست مسافة لوحدها فلا يكونوا مسافراً شرعاً شكراً جزيلاً مولانا الله يبارك فيكم يتقبل أعمالكم أيضاً الشكر موصول إليكم مشاهدين على حسن المتابعة والتواصل نلقاكم يوم غد بإذن الله حتى ذلك الحين نترككم برعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة جزيلاً شكراً للمشاهدة شكرا